بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الأول من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية تحقيق وتعليق محمد علي أبو العباس الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم عبد العزيز الجزائري مقدمة التحقيق أحمد الله الغفور الودود التواب الرحيم العزيز الكريم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الذاكرين الشاكرين لرب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عن كل مؤمن تقي كريم وبعد فإن المسلم الحق هو الذي يضع حركاته وسكناته وإباراته ومعاملاته وحياته ومماته لمن أوجده من عدم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الأنعام الآية الثانية والستين بعد المئة والثالثة والستين بعد المئة وبهذه الصلة يحس الأنسى والإطمئنان والأمن والحمى في جانب الواحد الديان فلا يخاف من اعتداء ولا يخشى إلا رب الأرض والسماء يسأله الرزق والستر في الدنيا والآخرة ودوام هذه الصلة بالذكر والدعاء في الصباح وفي المساء بل وفي كل آن وحين يردده اللسان وينفعل معه القلب والوجدان وهذا الذكر يستديم الإحسان والفيض من خزائن الرحمن فهو فياض العطاء بل يذكرك ربك في الكون الكبير وأنت العبد الصغير في هذا العالم الصغير وصدق حين قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون البقرة الآية الثانية والخمسين بعد المئة وفي ظل هذا الفيض والعطاء والقرب ممن يستجيب الدعاء لا تحس قلق الوحدة ولا حيرة الطريق ولا انقطاع الصلة بهذا الكون الفسيح ولا تعاني ما يعانيه من انقطعت صلتهم بخالق الكون فعاشوا في تعاسة المهدة وعبادة ملذات الحياة وصدق الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآية الثانية والعشرين من سورة الزمر وإذا كان الوابل الصيب وهو المطر العظيم ينزل على الأرض فيحيي موتاها وتأتي ثمارها أضعافا مضاعفة فإن الوابل الصيب من الكلم الطيب تردده الألسن بالذكر والدعاء فيحيي القلوب ويشرح الصدور ويصبح حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فاتصلت بالله مع الإحساس والشعور بالأمن والسلام وصدق الله حين قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الزمر الآية الثانية والعشرون وها هو الإمام الجليل بن القيم يضع بين يديك هذا الخير المنهمر من الأذكار في الليل والنهار وفي جميع الأحوال لدوام الصلة بالكبير المتعال في كتابه الذي يحمل الإسم والمسمى ويجمع بين المبنى والمعنى وهو الوابل الصيب من الكلم الطيب وقد أعانني الله على أن أدلي بدلوي الصغير بدلوي الصغير في تحقيق هذا السفر الجليل ليعم النفع ويزداد الخير والله أسأل التوفيق والسداد والهدى والرشاد إنه خير معين وهو نعم المولى ونعم المصير محمد علي أبو العباس في التاسع والعشرين من محرم في السنة التاسعة بعد الألف والأربعمائة للهجرة الموافق للعاشر من سبتمبر من السنة الثامنة والثمانين بعد التسعمائة والألف للميلاد مع المؤلف والكتاب في سطور تمهيد من أهم عوامل النهرة العلمية والثقافية وازدهارها في عصرنا الحديث إحياء التراث الإسلامي العظيم الذي ورثناه عن هؤلاء الأئمة العظماء في تلك المخطوطات التي كتب لها الحفظ والبقاء بعيدا عن أيدي العابثين والمعتدين من أعداء الإسلام والمسلمين إن هذا التراث كنز ثمين وعلم غزير وخير منهمر يغضي العقول ويشرح الصدور فتأتي بالثمار يانعة أضعافا مضاعفة وإن الأمة التي تهمل تراثها العلمية والثقافي لهي أمة محكوم عليها بالضياء والفناء والإمام بن القيم من أئمتنا الأفذاد الذين خلفوا لنا ثروة عظيمة من العلم والمعرفة تستحق هذه الثروة كل عناية واهتمام وها نحن نوالي تباعا تحقيق هذا التراث وإخراجه في ثوب جديد مثمر يشد القارئ ويجذب قلب الباحث ومع تقديمي لحياة المؤلف العظيم في تحقيق كتابيه تحفة المودود بأحكام المولود وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين فمن حق القارئ أيضا أن يتعرف في إيجاز في تحقيق هذا السفر على مؤلفه الجليل نسبه هو الإمام العلم محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد بن حريس الزرعي الدمشقي لقب بشمس الدين وكني بأبي عبد الله هامش الكنية ما بدأت بأب أو أم مثل أبو القاسم وأم هانئ بأبي عبد الله وعرف بابن القيم الجوزية ونسب إلى قرية زرع المعروفة الآن باسم أزرع كما نسب إلى دمشق حيث تعلم وعلم وأفتاء بمدارس المذهب الحنبلي مثل الصدرية والجوزية وكان والده ناظرا لمدرسة الجوزية ولذا لقب بقيم الجوزية ولا شك أن تلك المدرسة أدت دورا عظيما في نشر علوم الدين واللغة والمحافرة على مذهب الإمام أحمد في أصوله وفرعه وقد أسند إلى إمامنا التدريس والإفتاء بهذه المدرسة بعد وفاة والده بل الأسرة كلها أسهمت في الحياة العلمية فوالده عبد الله وأيضا إبراهيم من كبار فقهاء الحنابلة كما كان أخوه عبد الرحمن من شيوخ بن رجب الحنبلي رحم الله الجميع مولده ولد بن القيم في السابع من صفر سنة 91 وستمائة من الهجرة على أرجح الروايات التاريخية وقد ظهر في وقت محفوف بالمخاطر من حروب صليبية ومغولية تصدى لها السلطان الناصر محمد بن قالوون وقد تركت تلك الفترة من الجهاد أثرا في تفكير بن القيم وفي اجتهاده في الفقه واتجاهه في التفسير ويشهد لذلك كتابه المشهور زاد المعاد وكتاب الفروسية الملامح التي تميز شخصيته من أهم تلك الملامح أولا الهدوء والاتزان نلحظ ذلك في أنه لا يهاجم ولا يعادي بل يسرع إلى التماس الأعذار بعيدا عن الأحكام القاسية على الناس فلا إفراط ولا تفريط ينظر إلى محاسن غيره وإلى عيوب نفسه حتى لا تقعد به في رحلته إلى ربه وخالقه ثانيا الاستقصاء وطول النفس في أبحاثه كان يستوفي ويستقصي أقوال العلماء في الجزئية الواحدة ثم يناقش تلك الأقوال مع استناده إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ثم يأخذ الصحيحة من تلك الأقوال ويرد ما سواه ولذا لقب المنتخب ثالثا الواقعية والبعد عن الخيال طوع ابن القيم الفقه لخدمة الأمة ورعاية مصالحها من غير افتراض أمور وهمية ولا تخيل لصور ذهنية مع الإدراك التام لروح التشريع الإسلامي في المرونة والمسايرة لروح التطور وظهر ذلك في كتابيه إعلام الموقعين والطرق الحكمية فهما حافلان بأعرائه وفتاويه التي واجه بها مشكلات عصره مع شيخه الكبير التقى ابن القيم بشيخه ابن تيمية فشاركه الحياة بما فيها من حلو ومر وإذا كان ابن تيمية قد تحمل قسوة المواجهة ضد أعداء الإسلام وشارك الناس الآلام والآمال وأسهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي ونصح الحكام فإن ابن القيم بذل الجهد للحفاظ على ما بذله شيخ الإسلام فتصدى للدعوات الهدامة وقدم عرضا لدعوة شيخه في أحسن صورة ودافع عنها مؤرخا لسيرته وجهاده ولم يسلم ابن القيم من الأذى فقد سجن ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه وفي السجن لازم القرآن مع العبادة للواحد الديان ثناء الأئمة وشهادتهم عليه يقول فيه تلميذه ابن كثير وكنت من أصحب الناس له وأحبهم إليه ولا أعرف في هذا العالم في زماننا من هو أكثر عبادة منه وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها وينومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله ويقول فيه ابن رجب الحنبلي وهو يترجم له ليس بالمعصوم ولكن لم أر في معناه مثله ويقول أيضا ما تحت أديم السماء أوسع منه علما درس بالصدرية وأما بالجوزية مدة طويلة وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة ويقول ابن العماد تفنن ابن القيم في علوم الإسلام فكان عالما بالتفسير وبالحديث وبأصول الدين والفقه كما كان عالما بالعربية وبعلم الكلام وكلام أهل التصوف وكثى بمثل هؤلاء الأئمة شهداء عليه رحمه الله مؤلفاته ترك ابن القيم آثار علمية ومؤلفات قيمة منها قيمة منها أولا إعلام الموقعين عن رب العالمين ثانيا إغاثة اللهثان من مصايد الشيطان ثالثا التبيان في أقسام القرآن رابعا جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام خامسا زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء سادسا الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم سابعا عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ثامنا الفتح القدسي تاسعا مدارج السالكين عاشرا هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى الحادي عشر السنة والبدعة الثاني عشر الصلاة وأحكام تاركها وغير ذلك كثير من هذا البحر الزاخر والعلم النافع جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وفاته كان ابن القيم يعد نفسه لدار البقاء ويعد الناس للسفر إلى الدار الآخرة والهجرة إلى الله وكان يرمي من ذلك إلى الغاية الغالية وهي الفوز بجنة الله مع الصديقين والشهداء والصالحين توفي رحمه الله في الثالث عشر من رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة وصلي عليه من الغد وقيم الظهر بجامع جرات ودفن بمقبرة الباب الصغير وشيعه خلق كثير حتى كادت شوارع دمشق تضيق بالمشيعين كما وصف ذلك ابن كثير في البداية والنهاية رحم الله الإمام بن القيم ورضي عنه فقد كان من أهل العلم الذين يبصرون بنور الله أهل العمى ومن الذين يصبرون على الأذى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لما المحسنين صدق الله العظيم سورة العنكبوت الآية التاسعة والستون الكتاب وطباعته جمع الإمام بن تيمية كتابه الكلم الطيب في الأدعية والأذكار ثم جاء ابن القيم فزاد عليه بما يزيد على مئتي حديث مع الشرح والتفصيل وسمى كتابه أو الوابل الصيب من الكلم الطيب وقد طبع في دلهي سنة خمس وتسعين وثمانمائة وألف للميلاد ثم طبع في مجموعة الحديث النجدية سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة ثم طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة عدة طابعات الخامسة منها سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة وأخيرا ظهرت لدار الدعوة بمصر طبعة سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد لا تزيد عن السابقة شيئا وقد خلت هذه الطبعات من تحقيق يخدم الكتاب مما دعاني إلى تحقيقه خدمة لتراثنا ومشاركة في نهضتنا الإسلامية المباركة مستعينا بالله ومن هنا استمد التوفيق سرت في تحقيق الكتاب على المنوار التالي أولا اعتمدت على المشخة المطبوعة لعدم الحصول على مخطوط الكتاب ثانيا ذكرت أرقام الآيات وصورها وضبطتها ثالثا خرجت الأحاديث وبينت درجتها معتمدا في ذلك على كتب السنة وصحيح وضعيف الجامع والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رابعا وضعت بعض العناوين التي تعين القارئة على الاستيعاب وتوافق المضمون خامسا فسرت الغامضة من الكلمات التي يصعب معرفتها إلا بالرجوع إلى القواميس سادسا عرفت ببعض الأعلام في إيجازنا يخل بالمطلوب سابعا قدمت للكتاب وعرفت بالمؤلف ومكانته وعصره وآثاره والله أسأل أن يمنحنا القبول والسداد وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يكون ذخرا لنا يوم الدين ولسان صدق في الآخرين وهو حسبي ونعم الوكيل وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد علي أبو العباس بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجوع الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنة والتحدث بها ظاهرة وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها ففرضه فيها الصبر والتسلي والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب وندف الشعر ونحوه فما دار الصبر على هذه الأركان الثلاثة فإذا قام به العبد كما ينبغي إن قلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية عطيه وصار المكروه محبوبا فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وأبوديته فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له أبودية في السراء وله أبودية عليه فيما يكره كما له أبودية فيما يحب وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون والشأن في أعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ومباشرة زوجته الحسنى أنتي يحبها عبودية ونفقته عليها وعلى أياله ونفسه عبودية هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية وتركه المعصية التي اشددت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظيم بين العبوديتين فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده سورة الزمر الآية السادسة والثلاثون وفي القراءة الأخرى عبادة هامش فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان قال تعالى إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ سورة الحجر الآية الثانية والأربعون ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين سورة صاد الآية الثانية والثمانون والثالثة والثمانون وقال تعالى وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ من سورة سبع الآية العشرون والواحدة والعشرون فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب ودخوله على العبد من هذه الأبواب ثلاثة ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة كتفلة في بحر ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها وأن تلك الوقعة قد اجتاحته وأهلكته وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله الهوامش ثلاثة الحرز الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء والمكان المنيع يلجأ إليه والكلاء الحفظ والرعاية وكنف الله رحمته وستره وحفظه الفراشة الرجل الخفيف الرأس الطياشة ومنه المثل أطيش من فراشة والحلم العقل وابن القيم وقارن في هذا السياق بين آدم وهو من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا ومع ذلك أوقعه الشيطان وبين الإنسان العادي التفل القليل يقال ما أصاب منه إلا تفلا أي طفيفا الغيلة الاغتيال يقال قتله غيلة على غفلة منه الثالث فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجء إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار قالوا كيف قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام النجء إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه انتهى الوجه الأول من هذا الشريط الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة من باب فتح الله لباب التوبة قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة منه ومطالعة أيب النفس والعمل وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فجمع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذن والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى وهو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية ولا حجاب أغلب من الدعوى والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها حب كامل وذل تام ومن شأ هذين الأصلين عن دينيك الأصلين المتقدمين وهما مشاهدة منه التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الدل التام وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يغفر عدوه به إلا على غرة وغيلة وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته فصل استقامة القلب بتعظيم الله ومحبته وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه فاستقامة القلب بشيئين أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن يكدر عليه محابة وينغصها عليه ولا ينال شيئا منها إلا بتكدر وتنغص جزاء له على إيثال هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى وقد قضى الله تعالى قضاءا لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد وأن من خاف غيره سلط عليه وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤمن عليه ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي فإن الله تعالى ذنب من لا يعظم أمره ونهيه قال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا الآية الثالثة عشرة من سورة نوح قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي هو أن لا يعارضنا بترخص جاف ولا يعارضنا لتشديد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه وذلك لأن المؤمناء يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر هوامش المنة الإحسان والإنعام واستكثار الإحسان والفخر به حتى يفسده ومنه قولهم المنة تهدم الصنيعة والجمع منا يقال نعش الشيء نعشا أنهضه وأقامه ويقال نعش فلانا أو نعش فلانا جبره بعد فقره أو تداركه من ورطه والربيع ينعش الناس يعيشهم ويخصبهم ثالثا صفة راسخة في النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينة بحظط ومهارة مثل الملكة الأددية والملكة اللغوية وهذا في شرح كلمة ملكة نعود الآن إلى المتن فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم ويتق المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وآله وسلم على المناهي فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحيونها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضئفا ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة وعشرون دينارا لأكل يديه ندما وأسفا فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف ألف وما شاء الله تعالى فإذا تفوت العبد عليه هذا الربح قطعا وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الصف الأول الذي يصل الله وملائكته على ميامنه ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحت خطيئة وأخرى ترفع درجة وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ونبها فالصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميدة فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تبارك وتعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرد في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصل الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكثر الذنوب تكفيرا كاملا والناقص بحسبه وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة قالوا فإذا كان دأبه دائما أن يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات ويا لله العجب فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض والتكفير بهذه مشروط بشروط وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير وعما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولم يوفى حقه ولم يقدره حق قدره فأي شيء يكفر هذا فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته فهذا أي شيء يكفر ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر وليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه فالرياء وإن دق محبط للعمل وهو أبواب كثيرة لا تحصر وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأباء وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض وليس هذا بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقة قول غيره وهديه وطريقه أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن ألقم رضي الله عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وليس التبايع بالعينة ردة وإنما غايته أنه معصية فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره وقد جاء في أثر معروف إن العبد لا يعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العنانية ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العنانية فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزنة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك فإن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابة فيصير لا له ولا عليه وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ولياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتد فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة يخرج على هذا الأصل ولم يزل في نفسي من هذه المسألة ولم أزل حريصا على الصواب فيها وما رأيت أحدا شفى فيها والذي يظهر والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهقر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته كالصيرة سيئاته ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له هذا حديث حسن انظر ابن ماجة في الزهد باب ذكر التوبة صفحة الخمسين بعد المائتين والأربعة آلاف والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة سبع وثلاثين بعد المائة وصحيح الجامع للألباني حديث ثمانية بعد الثلاثة آلاف وقد سأل حكيم بن حزام عضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصيلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة فهكذا إذا تاب العبد توبة مصوحا صدقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته يوضح هذا أن الحسنات والذنوب هي أمراض قلبية كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية والمريض إذا أوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قب فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة الذنوب والصحة والعافية بمنزلة التوبة وكما أن من المر من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته كما قال الشاعر لعل أتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل حقيقة تعظيم الله وعلامات ذلك فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث والله الموفق لا إله إلا غيره ولا رب سواه وعما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى صخط الله تعالى وعرض به ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محالمه وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يضلع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك واحد أضلعت الدابة لم تقوى على الحمل واضطلع بالأمر قوي عليه ونهض به نعود إلى المتن ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل الإبادة بتكره وضجر فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البور والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه والمقصود أن لا يترخص ترخصا جافيا ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة فهذا لون وهذا لون ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدعى الطعام وهو يشتهيه وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه الهامش وردت روايات متعددة في الإبراد بالصلاة فعن أبي هريرة وأبي ذر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد كذلك وردت روايات متعددة في الإبراد بالظهر فعن أبي هريرة وأبي سعيد وصفوان بن مخرمة وأبي موسى بن مسعود والمغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري ومالك في الموطأ والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم ثالثا عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم وأبو داود والأخبثان البول والغائط رابعا السنة ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها والسنة الراتبة ما يسن فعلها بعينها لكل واحد من المكلفين مثل سنة الفجر وهناك سنة كفاية كالسلام وتشميت العاطس واحد صحيح الترمذي في الزهن باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل حديث الثمانين بعد الثلاثمائة والألفين انتهى الشريط الأول من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب وللكتاب بقية على الشريط الثاني الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية يقرأه عليكم عبد العزيز الجزائري ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد مصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى نعوذ بالله من الخذلان فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخيص جاف ولا يعرضا لتشديد غال فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا ولا تفتر إذا أفتروا وأن لا تفتر إذا فتروا وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا وإذا توضأ للصلاة فاغسل أنت لها ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وهذا بأن يجاوزه ويتعداه وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راصخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه منتثلا منتثلا ما أمر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد والبذل والتسليم ولا يحمله ذلك على الإنسلاخ منه وتركه كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة وجعل ثوابه إذا قدم عمله أكمل الثواب وأفضله وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب فيتفقه ونفسه وهواه على العبد ثلاثة المسلطون آمرون فيبعثون الجوارح في قضاء وطره والجوارح آلة من قادة فلا يمكنها إلا منبعاث فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا هذا مختض حال الأبد فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك فهذا يلم به مرة وهذا مرة والمنصور من نصره الله عز وجل والمحفوظ من حفظه الله تعالى وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة وهو الغالب عليه منهما وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر فإن المهالك والمتالف بين يديك وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل فإنه يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه ويمشي خلف دليل الهوى مرة فينقطع عليه الطريق ويأخذ ماله ويسلب ثيابه فيقول ترى من أين أتيت والعجيب أنه يعلم من أين أوتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه ومحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه لكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيباشره ثم يسومه سوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث فهكذا يستأثر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيأجز عنه فلما أن بلي العبد بما بلي به أعينا بالعساكر والعدد والحصون وقيل قاتل عدوك وجاهده فهذه الجنود خذ منها ما شئت وهذه الحصون تحصا بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت فالأمر قريب والمدة ومدة المرابطة يسيرة جدا فكأنك بالملك العظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الروح والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صدرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقوله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقوله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقوله عز وجل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوما فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خصيص لا يساوي شيئا ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفورا وأكمل منه كما في بعض الآثار ابن آدم بيع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا الهوامش أولا يسومه يذله ويلحق به الخصف والهوان ثانيا الجماعة من الناس تلزم الثغر وموضع المخاف المخافة مما يل العدو ثالثا سورة الأحقاف الآية الخامسة والثلاثون رابعا سورة النازعات الآية السادسة والأربعون خامسا سورة المؤمنون الآية الثانية عشر بعد المئة إلى الرابعة عشر بعد المئة سادسا سورة طاهة الآية الثانية بعد المئة إلى الآية الرابعة بعد المئة سابعا ضعيف أحمد في المسند حديث رقم ثلاثة عشر بعد التسعمائة والألف والحاكم في المستدرك الجزء الرابع الصفحة الخامسة بعد الخمسمائة والسادسة بعد الخمسمائة والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الخامسة والستون وضعيف الجامع للألباني حديث رقم ثمان وثلاثين بعد الثلاثمائة والألف نعود إلى المتن وقال بعض السلف ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعف نصيبك من الآخرة وإن كنت من نصيب الدنيا على خطر وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فوزت بنصيبك من الدنيا فانترمته انتظاما وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وإن لكم عادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه وبماذا يفتك نفسه إذا أسر يحيى عليه السلام يبلغ أوامر الله وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والتلمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له إيسى عليه السلام إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي وأعذب فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعد على الشرف فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهم وآمركم أن تعملوا به أوله أن تعبدوا الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فأعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يكن يلتفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وإن ريح الصائم أضيب عند الله تعالى من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله قال التلمذي هذا حديث حسن صحيح فقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخرى فذكر مثل الموحد والمشرك فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى من نعم الله تعالى ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقة المماليك عنده وكان أشد شيء غضبا عليه وطربا له وإبعادا وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه فمنه وحده لا شريك له ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة فيحب غيره كما يحبه أو أكثر يخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجون ويهربون من سخطه وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء الآية السادسة عشر بعد المئة والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به فإن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم عباد بعضهم بعضا فإن الله تعالى يستع فيه كله وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يكن الفتح به وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلابد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درانه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة سورة النحل الآية الثانية والثلاثون وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين فعقب دخولها على الطيب بحرف الفا الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشينه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المحب ودار الخبيث المحب وهتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي الدار العصاه فإنه لا يبقى في جهنم من عصات الموحدين أحدا فإنهم إذا عذبوا بقدر جرائمهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحب ودار الخبث المحب وقولهم في الحديث وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا الخشوع في الصلاة ومراتب الناس فيها الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى والثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد الهامش صحيح بخاري في الأذان باب الالتفات في الصلاة الجزء الثاني الصفحة الثالثة والسبعون بعد المائتين وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده الجزء السادس الصفحة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة إلى الصفحة التسعين بعد الثلاثمائة ورواه أبو داود والنسائي وأحمد وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير مني إلى خير مني الهامش ضعيف هيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثمانون وضعيف الجامع للألباني الحديث العشرون بعد السبعمائة والمراد من قوله إلى خير مني أن العبد إذا التفت في صلاته فهل يلتفت إلى خير من الله ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه منقوتا مبعدا قد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساهم غافل فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل فإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغولة بها ملءا منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيضه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون فيتركها فإن أجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فوصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه فهذا إذا انصرف منها وجد خطة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيستريح بها لا منها فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال ألحنا بالصلاة صحيح أبو داود في الأدب باب في صلاة العتمة الحديث الخامس والثمانون بعد التسعمائة وأربعة آلاف وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة إلى الواحدة والسبعين بعد الثلاثمائة وصحيح الجامع للشيخ الألباني الحديث الثاني والتسعون بعد الثمانمائة وسبعة آلاف ولم يقل أرحنا منها وقال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة صحيح النساء في عشرة النساء باب حب النساء الجزء السابع الصفحة الواحدة والستون إلى الثانية والستين وأحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الثمانية والعشرون بعد المئة إلى التاسعة والتسعين بعد المئة إلى الخامسة والثمانين بعد المئتين والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة الستون بعد المئة والسيوطي في الجامع الصغير الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئة الجزء الأول إلى الواحدة والخمسين بعد المئة وصحيح الجامع الألباني الحديث الثامن والتسعون بعد الثلاثة آلاف والرابع والعشرين بعد المئة وثلاثة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث التاسع بعد الثمانمئة والألف فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه صلى الله عليه وآله وسلم بدونها وكيف يطلق الصبر عنها فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني ضعيف إحياء علوم الدين الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئة والهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الثاني الصفحة الخامسة والعشرون بعد المئة والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة السابعة عشرة وضعيف الجامع الألباني الحديث الأربع مئة وعما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقس من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مصفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين الخافق الأفق وهما خافقان أفق المشرق وأفق المغرب حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعتها عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه فتقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني إسناده ضعيف فيه سعيد بن سينان قال فيه أحمد ضعيف وقال ابن معين ليس بثقة وقال أبو حاتم ضعيف الحديث والجوزجاني أخاف أن تكون أحاديثه موضوعه وأحمد بن صالح المصري منكر الحديث والبخاري منكر الحديث ومسلم في الكنى كذلك ورماه الدار قطني وغيره بالوضع وقال فيه النسائي نترك الحديث وانظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة الثامنة والتسعون بعد المئتين وتهذيب التهذيب الجزء الرابع الصفحة الواحدة والأربعين والثانية والأربعين وميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة الثالثة والأربعين بعد المئة والضعفاء الكبير الجزء الثاني الصفحة السابعة بعد المئة والثامنة بعد المئة والضعفاء والمتروكون الجزء الأول الصفحة الواحدة والعشرون بعد الثلاثمئة فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة والمقبول من العمل قسمان أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا لله عز وجل على الدوام فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهن عن ذكر الله وكذلك سائر آماله فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولم يقع نظره عليها ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين وإثابة الأول رضى العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته فهذا يطيه بغير حساب فهذا لون والأول مون والناس في الصلاة على مراتب خمسة أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرد وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لألا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لألا يضيع شيئا منها بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده فقد اغنحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة وقرت عينه أيضا به في الدنيا ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حصرات وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب فإذا التفت قال ارخوها وقد فسل هذا الاتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره فإذا التفت إلى غيره ألخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان فإن التفت حضر الشيطان فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة فصل القلوب ثلاثة وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهواته وهواه وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار والقلوب ثلاثة قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصادحة لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية فلالشيطان هناك إقبال وإذبار ومجالات ومطانع فالحرب دول وسجال الهامش السجل الدلو والنصيب من الشيء وجمع سجود وسجال ومنه الحرب بينهم سجال نصرتها بينهم متداولة سجل منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء انتهى الهامش وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة منهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر ومنهم من هو تارة وتارة القلب الثالث قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات فنوره في صدره إشراق ولذلك الإشراق إيقاد لو دنى منه الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنى منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق الهامش رجمه رجما رماه بالحجارة وقتله بها ويقال رجم بالغيب تكنم بما لا يعلم والرجم الشهب وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيها أنوارها فهو حقيق أن يحرص ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا خطفة وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس جواهر الملك وذخائره وبيت خال صفر لا شيء فيه فجاء اللص يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق فإن قلت من البيت الخالي كان محالا لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق ولهذا قيل لابن عباس نضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنى فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه كيف وحارسه الملك بنفسه وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله فلن يبقى لللص إلا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارات فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التعمل ولينزله على القلوب فإنها على منواله فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقراء فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه ودخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فأي شيء يجترئ على هذا القلب وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية لست أسكن البيوت ولا تسعني وأي شيء يسعني والسماوات حشو كرسي ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سوى وهذا معنى الأثر الآخر ما وسعتني سماواتي ولا أرضي وواسعني قلب عبد المؤمن الهوامش خطف خطفا مر سريعا وخطف الشيء ذا جذبه وأخذه بسرعة اليزكو المنع والحضر وهي تركية ترجمة ابن المنبه هو أبو عبد الله وهب بن منبه ابن سريج ابن ذيكي ناس اليماني الصنعاني صاحب القصص كان أبوه من أبناء فارس وأصله منبه من خراسان أخرجه كسرى منها إلى اليمن فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولد وهب سنة 34 هجرية في خلافة عثمان ومات سنة عشر بعد المئة من الهجرة وقيل غير ذلك كان على ناحية عظيمة من المعرفة بالكتب الإلهية القديمة أما أثره فهو من الإسرائيليات التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة وقال بعض الحفاظ هذا مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الخفى الحديث السادس والخمسون بعد المئتين والألفين إحياء علوم الدين الحديث الثالث عشر بعد الأربعمائة والألف الدرر المنتثرة الحديث الثالث والستون بعد الثلاثمائة الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة الحديث العاشر بعد الثمانمائة كذلك فإن الأثر الذي قبله من الإسرائيليات وليس مرفوعة نعود إلى المتن وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعده وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودوائلها والطبع وقلب بين هذين الداعيين فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطبع فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقعاء ويعطي الله النصر من يشاء ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صورة آل إيمان الآية السادسة والعشرون بعد المئة وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأمان الكاذبة وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف الهامش انتصف من فلان استوفى حقه منه كاملا وانتقم منه نعود إلى المثل انتصف من الشيطان وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار انتهى الشريط الثاني من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وللكتاب بقية على الشريط الثالث الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية طيب فمن الصائم متى يكون عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه قوله صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجبه ريحه وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها مستورة عن العيون مخبوعة تحت ثيابه كعادة حامل المسك وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكرب والفحش وقول الزوع وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفض فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظنب هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه الهامش صحيح البخاري في الصوم باب من لم يدع قول الزور الجزء الرابع الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئة وفي الأدب باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور الجزء العاشر الصفحة الثامنة والثمانون بعد الأربع مئة وروه التلمذي وأبو داود وأحمد وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش الهامش صحيح أحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة الثالثة بعد السبعين والثلاثمائة والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والعشرون وصحيح الجامع للألباني الحديث التسعون بعد الأربع مئة والثلاثة آلاف فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن أبد السلام وأبي عمر بن الصلاح في ذلك تنازع الهامش هو أبد العزيز بن أبد السلام السلامي الدمشقي الشافعي المعروف بابن أبد السلام فطيه مشارك في الأصول والعربية والتفسير ولد بدمشق سنة سبع وسبعين وخمسمائة للهجرة وتفقه على ابن عساكر وقرأ الأصول والعربية برع في المذهب الشافعي ولي الخطابة بجامع دمشق والحكمة بمصر وتوفي فيها سنة ستين وستمائة للهجرة من مصنفاته الفتاوى تفسير القرآن القواعد الكبرى في أصول الفقه العماد في موارث العباد أما الثاني فهو أثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهر زوري الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح محدث مفسر فقيه أصولي نحوي عارف بالرجال مشارك في علوم عديدة ولد بشرخان أو بشهر زور سنة سبع وسبعين وخمسمائة للهجرة وتفقه على والده وأفتى وتوفي بدمشق سنة ثلاث واربعين وستمائة للهجرة من تصانيفه شرح مشكل الوسيط والفتاوى وعلوم الحديث ويعرف بمقدمة بن الصلاح فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفا ومال الشيخ أبو عمر إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد وسلك أبو عمر في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان الهامش أبو حاتم محمد بن حبان ابن أحمد البستي الشافعي محدث حافظ مؤرخ فقيه نغوي وعب ولد في بست من بلاد سجستان سنة سبعين ومئتين للهجرة وقدم بن عصابول ثم خرج إلى وطنه سجستان أتوفي بمدينة بست سنة أربع وخمسين وثلاثمائة للهجرة من تصانيفه الكثيرة الثقات المسند الصحيح في الحديث المعروف بصحيح بن حبان الطبقات الأصبهانية وغير ذلك كثير فإنه في صحيحه بواب عليه كذلك فقال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب وعند الله تعالى من ريح المسك ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب وعند الله من ريح المسك الهامش صحيح البخاري في اللباس باب ما يذكر في المسك الجزء العاشر الصفحة الواحدة والثمانون بعد الثلاثمائة ومسلم في الصيام باب فضل الصيام الحديث الواحد والستون بعد المائة وابن حبان في صحيحه الحديث الثالث عشر بعد الأربع مائة والثلاثة آلاف ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفتر فرح بفطره وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه الهامش صحيح البخاري في الصوم باب هل يقول إني صائم إذا شتم الجزء الرابع الصفحة الواحدة والأربعون بعد المئة ومسلم في الصيام باب فضل الصيام الحديث الثالث والستون بعد المئة وابن حبان في صحيحه الحديث الرابع عشر بعد الأربع مئة وثلاثة آلاف قال أبو حاتم شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائل الأمم الهامش التحجيل بياض في قوائم الفرس أو بعضها بعضه لا يجاوز الركبتين والعرقوبين والمقصود أن أماكن الوضوء في المؤمن ستكون مميزة له يوم القيامة وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم بأشر حسنات إلى سبعمائة ضعب يقول الله عز وجل إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يدعو الطعام من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل ولخلوف فم الصائم حين يخلوف من الطعام أطيب وعند الله من ريح المسك الهامش صحيح ابن حقبال في صحيحه الصفحة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف ومسلم في الصيام باب فضل الصيام برفض كل عمل ابن آدم يضاعف وبدون رفض حين يخلف الحديث الرابع والستون بعد المئة واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع اللون لون دم والريح ريح المسك الهامش صحيح البخاري في الجهاد باب من يجرح في سبيل الله الجزء السادس الصفحة الرابعة والعشرون ومسلم في الإمارة باب فضل الجهاد الحديث الثالث بعد المئة والرابع بعد المئة والكلم هو الجرح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة وهو نظير إخباره عن خلوف فمسائم فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسك يوم القيامة واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه وذلك يدل على أنه في الدنيا فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فمسائم بالظرف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب وعند الله خبرا عنه في حال تقييده فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيد فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه قال وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعطيت وعطيت أمتي في شهر رمضان خمسة فذكر الحديث وقال فيه وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب وعند الله من ريح المسك الهامش في إسناده ضعف الهيثم في مجمع الزوائد من رواية أبي هغيرة وقال رواه أحمد والبزار وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف الجزء الثاني الصفحة الثالثة والأربعون بعد المئة وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة الثانية والتسعون بعد المئتين ثم بكر كلام الشراح في معنى طيبة وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضى بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضى بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنا ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ نص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المطاردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة وأدنى أحوالنا أن تكون شهادة بلا علم ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من رائحة المسك فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وعظم ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكرهه وحبه وبغضه لا تماثل مال المخلوق من ذلك كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعاله لا تشبه أفعالهم وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلمة الطيب فيصعد إليه والأمل الصالح فيرفعه وليس هذه الاستطابة كاستطابتنا ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا فإن قال رضا ليس كرر المخلوقين فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب ثم قال وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضاء الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير الهامش سورة العاديات الآية الحادية عشرة وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته تابت في الدارين قلت من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره فإن الذي فسر به الاستطابة مذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعله فإن كانت هذه هي الاستطابة فرأي الشيخ أبو محمد لا ينكرها والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسكي في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك ولا ريب أن ذلك يوم القيامة فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك لا سيما والجهاد أفضل من الصيام فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك فهذه جملة حالية لا خبرية فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة وعما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الهامش صحيح البخاري في المظالم باب النهبة الجزء الخامس الصفحة الثالثة والأربعون بعد المئة وفي الأشربة في فاتحته الجزء العاشر صفحة الثالثة والثلاثون ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي الحديث المئة والحديث الرابع بعد المئة ورواه أصحاب السنن وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك أفعال فقط بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله وعاد إليه الإيمان بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزوب عنه السم الذنب والأحكام المترطبة على المباشرة إلا بالتوبة المصوح والله سبحانه وتعالى أعلم وفصل النزاء في المسألة أن يقاب حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير على نية ويظهر فيه قبح رائحة كفار وسواد وجوههم وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فربما كروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار على نية وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر وإنما يكمل ظهورها ويصير على نية في الآخرة وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على الأبد في الدنيا وفي الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة قال ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وقال عثمان بن عفان ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهذا أمر المعلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم حتى إن الرجل الطيب البرى لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه والفاجر بالأكس والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشن له لا هذا ولا هذا بل زكامه يحمده على الإنكار فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فصل ثواب الصدقة وأثارها قوله وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسأره الأدو فأوثقوا يده إلى عمقه وقدموه ليضربوا عمقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدا نفسه منهم هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواع من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه وقد روى التلمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء الهامش ضعيف التلمذي في الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة وقال حسن غريب ورقمه أربع وستون بعد الستمائة والسيطي في الجامع الصغير وضعفه الجزء الأول صفحة الثالثة والثمانون وضعيف جامع للشيخ الألباني الحديث التاسع والثمانون بعد الأربع مئة والألف والحديث السادس والأربعون بعد الخمسمائة وثلاثة آلاف وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار وفي التلمذي عن معار بن جبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومنا رزقناهم ينفقون الهامش صحيح التلمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة الحديث السادس عشر بعد الستمائة والألفين وابن ماجة في الفتن باب كف اللسان في الفتنة رقم ثلاث وسبعون بعد التسعمائة وثلاثة آلاف والحاكم في المستبرك الجزء الثاني الصفحة الثانية عشرة بعد الأربائمائة والثالثة عشرة بعد الأربائمائة وصحيح الجامع للشيخ الألباني رقم ست وثلاثون بعد المائة وخمسة آلاف والآية من صورة السجدة رقمها ستة عشر وفي بعض الآثار باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة الهامش ضعيف جدا السيوطي في الجامع الصغير وضاعفه الجزء الأول صفحة الثامنة والعشرون بعد المائة وضعيف الجامع الصغير للألباني رقم ستة عشر بعد الثلاثمائة والألفين وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قد قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى فإن ذنوبه وخطاياه تختضي هلاكه فتجئ الصدقة تفديه من العذاب وتكفه منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما خطب النساء يوم العيد يا معشر النساء تصدقنا ولو من حنيكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار الهامش صحيح البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم الجزء الأول الصفحة الثالثة والثمانون بعد الأربائمائة وفي الزكاة باب الزكاة على الأقارب الجزء الثالث الصفحة الواحدة والثمانون بعد الثلاثمائة ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان رقم اثنين وثلاثين بعد المئة ورواه التلمذي وابن ماجة وأحمد وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفيدهن به يفدين به أنفسهن من النار وفي الصحيحين عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمل منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره الهامش صحيح البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرب الجزء الثالث الصفحة الثلاثون بعد الثلاثمئة وفي المناقب والرقاق والتوحيد ومسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة رقم سبع وستون وترجمان هو المعبر عن لسان بلسان وأيمن أي إلى جانبه الأيمن وعكسها أشأم انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصئ القراءة تحت عنوان ثواب الصدقة وأثرها وفي حديث أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار قال الإيمان بالله قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل قال أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فليعن الأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع قال فليعن مظلوما قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما قال قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير فليمسك أذاه عن الناس قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان الهامح إسناده حسن وقد روى البخاري ومسلم نحوه عن أبي ذر كذلك البخاري في العطق باب أي الرقاب أفضل الجزء الخامس الصفحة السادسة والسبعون بعد المئة ومسلم في الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال الحديث السادس والثلاثون بعد المئة وترضخ تنفق والأخرق هو الذي ليس في يده صنعه ولا يحسن الصناعة وقال عمر بن الخطاب ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطربت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغثي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جبته فرأيته يوسعها ولا تتسع الهامش صحيح البخاري في الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور الجزء التاسع الصفحة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة وفي اللباس باب جيب القميص الجزء العاشر الصفحة الثامنة والسبعون بعد المائتين ومسلم في الزكاة باب مثل المنفق والبخيل الحديث الخامس والسبعون والسابع والسبعون وجنتان أو جنتان مفرده الجنة أي الدرع وقد اضطربت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما أي أرجئت إليها ولسقت بها كأنها مغلولة إلى آناقهما وتغثي أنامله أي تغطيها وتسترها وتعفو أثره أي تمحو أثر مشيته وتطمسه لفضلها أنقامته يعني أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه ويقول بإصبعيه هكذا أن يدخلها فيه مشيرا إلى إرادة التوسيع بالاجتهاد ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن الهامش يقال فلان واسع العطن واسع الصدر والحيلة عند الشدائد سخي كثير المال وضده ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجنة لازمت كل حلقة من حلقها موضعها وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو والمتصدق كلما تصدق بصدقة إن شرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزيلة اتساء تلك الجبة عليه فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم صروره ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها وقد قال تعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْهَامِشِ سورة الحشر الآية التاسعة وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له داب إلا هذه الدعوة رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي فقيل له أما تدعو بغير هذه الدعوة فقال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامل في النفس فمن بخل فقد أضاع شحه ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره وذلك هو المفلح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله وقريب من الجنة وبعيد من النار والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار فجود الرجل يحببه إلى أغداده وبخله يبغضه إلى أولاده ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه وقار إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتاق رناؤه وأقلل إذا مستعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطأه إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم الصرف والتبذير وقد ورد الكتاب بذنهما وجاءت السنة بالنهي عنهما وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستوجبا ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذن مستوجبا وقد روي في أثر أن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل والسخاء نوعان فأشرفهما سخاءك عما بيد غيرك والثاني سخاءك ببذل ما في يدك فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لأنه سخى عما في أيديهم وهذا معنى قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول أوحى الله إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتدري لما اتخذتك خليلا قال لا قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله فإنه يعطي ولا يأخذ ويطعم ولا يطعم وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضايات صفاته فإنه كريم يحب الكريم من عباده وعالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان وجميل يحب الجمال روى التلمري في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا خالد بن إياس بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال مثله إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم الهامش ضعيف الترمذي في الأدب باب ما جاء في المظافة الحديث التاسع والتسعون بعد السبعمائة والألفين والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الواحدة والسبعون وضعيف الجامعين الألباني الحديث السادس عشر بعد الستمائة والألف هذا حديث غريب خالد بن إلياس يضعف وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل الهامش ضعيف جدا الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في السخاء الحديث الواحد والستون بعد التسعمائة والألف والسيطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثون وضعيف الجامع للألباني الحديث الأربعون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف وفي الصحيح إن الله تعالى وطر يحب الوطر الهامش صحيح البخاري في الدعوات باب لله مئة اسم غير واحدة الجزء الحادي عشر الصفحة الثامنة عشر بعد المئتين ومسلم في الذكر والدعاء باب في أسماء الله تعالى الحديث الخامس والسادس ورواه أصحاب السنن وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وإنما يرحم من عباده الرحماء وهو ستير يحب من يستر على عباده وعفو يحب من يعفو عنهم وغفور يحب من يغفر لهم ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفضى الغليظ القاسية الجعذرية الجواب الهامش الجعذري العظيم المستكبر في نفسه والجواب الفض الغليظ المتكبر ورفيق يحب الرفق وحليم يحب الحلم وبر يحب البر وأهله وعدل يحب العدل وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما فمن عفى عفى عنه ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه الهامش حاقه خاصمه وادعى كل منهم الحق لنفسه ومن رفق بعباده يرفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم لفعه ومن سترهم ستره ومن صفح عنهم صفح عنه ومن تتبع عورتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق شاقه الله تعالى أو شاق الله تعالى به ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه ولهذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله تعالى حسابه الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الحديث الثامن والثلاثون ورواه أصحاب السنن إلا النسائية ورواه أحمد ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته الهامش صحيح أبو داود في البيوع باب في فضل الإقالة الحديث الستون بعد الأربع مائة وثلاثة آلاف وابن ماجة في التجارات باب الإقالة الحديث التاسع والتسعون بعد المائة والألفين والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة الخامسة والأربعون والسيطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثانية والسبعون بعد المائة وصحيح الجامع للألباني الحديث الواحد والسبعون بعد الستة آلاف ومن أنظر مؤسراً أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه الهامش صحيح مسلم في الزهد باب حديث جابر الطويل الحديث الرابع والسبعون والترمذي في البيوع باب ما جاء في انضار المؤسر الحديث السادس بعد الثلاثمائة والألف وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث السادس بعد المائة وستة آلاف والحديث السابع بعد المائة وستة آلاف لأنه لما جعله في ظل الإنضار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذو المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته الهامش صحيح أبو داود في الأدب باب في الغيبة الحديث الثمانون بعد الثمانمائة وأربعة آلاف والترمذي في البر والصلاة باب ما جاء في تعظيم المؤمن الحديث الثاني والثلاثون بعد الألفين وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة الواحدة والعشرون بعد الأربعمائة والرابعة والعشرون بعد الأربعمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث الرابع والثمانون بعد التسعمائة وسبعة آلاف والحديث الخامس والثمانون بعد التسعمائة وسبعة آلاف فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده الهامش ضعيف الدولار المنتثرة للسيطي الحديث السادس والعشرون بعد الثلاثمائة والجامع الصغير له الجزء الأول الصفحة الثلاثون بعد المائة والجزء الثاني الصفحة الواحدة بعد المائة وضعيف الجامع للألباني الحديث الثامن والستون بعد الثلاثمائة والألفين والحديث التاسع والسبعون بعد المائتين وأربعة آلاف ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها وفي الحديث من رأى راء الله به ومن سمع سمع الله به الهامش صحيح البخاري في الرقاق باب الرياء والسمعة الجزء الحادي عشر الصفحة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة ومسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله الحديث السابع والأربعون والثامن والأربعون قال العلماء في معنى هذا الحديث أن من رأى بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه ومعنى مثل معناه من سمع بعيوب الناس وأذاءها أظهر الله عيوبه وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله ذكر الله حصن حصين وقوله صلى الله عليه وسلم وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله تعالى إن خنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع الهامش الوصع والوصع جنس طير من الفصيلة الوصعية ورتبة العصفوريات وهي طيور مناقيرها قصيرة وأجنحتها مستديرة تستوطن أوروبا والجمع وصعان وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة أنه بذره عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجا له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل الهامش صحيح أحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئتين والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والخمسون بعد المئة وصحيح الجامع للشيخ الألباني الحديث الرابع والأربعون بعد الستمائة وخمسة آلاف وقال معاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير آمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل الهامش صحيح مالك في الموطأ في القرآن باب ما جاء في ذكر الله الحديث الرابع والعشرون والتلمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث السابع والسبعون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف وابن ما جاء في الأدب باب فضل الذكر الحديث التسعون بعد السبعمائة وثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة بعد المائة وصحيح الجامع للألباني الحديث التاسع والعشرون بعد الستمائة والألفين وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المائتين وكلهم عن أبي الدرداء إلا أحمد فهو عن معاب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله الحديث الرابع والمفردون الذين يعتزلون الناس ويخلون من العبادة وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة الهامش صحيح أبو داود في الأدب باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله الحديث الخامس والخمسون بعد الثمانمائة والأربعة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة والصحيح الجامع للألباني الحديث الخمسون بعد السبعمائة وخمسة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث السابع والسبعون وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء رفر لهم الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله الحديث الثمانون بعد الثلاثمائة والثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث السابع بعد الستمائة وخمسة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث الرابع والسبعون وتره أي تبعة ومعاتبة أو نقصانا وحسرة انتهى الشريط الثالث من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وللكتاب بقية على الشريط الرابع الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر الحديث التاسع والثلاثون وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى وفي رواية إن شراعي الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث الخامس والسبعون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف وابن ماجة في الأدب باب فضل الذكر الحديث الثالث والتسعون بعد السبعمائة وثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة الثامنة والثمانون بعد المائة والتسعون بعد المائة والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث السبعمائة وسبعة آلاف وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قيل يا رسول الله ومن الغاز في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويخطرب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث السابع والسادس والسبعون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الخامسة والسبعون والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الخمسون وضعيف الجامع للألباني الحديث الرابع والعشرون بعد المائة والألف وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الهامش صحيح البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله الجزء الحادي عشر الصفحة الثانية عشرة بعد المائتين ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته بلطف مثل البيت الذي إلى آخره الحديث الحادي عشر بعد المائتين وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن أبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرى تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة الهامش صحيح البخاري في التوحيد باب قول الله ويحذركم الله نفسه الجزء الثالث الثالث عشر الصفحة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة ومسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله الحديث الثاني وباب فضل الذكر والدعاء الحديث العشرون والحديث الواحد والعشرون وفي الترمذي أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب فراخ الحديث العاشر بعد الخمسمائة وثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الخمسون بعد المئة والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثون فضعيث الجامع للألباني الحديث التاسع والتسعون بعد السبعمائة وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول إن عبادي كل عبادي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب فراخ الحديث الثمانون بعد الخمسمائة وثلاثة آلاف والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الثامنة والسبعون وضعيف الجامع للألباني الحديث الخمسون بعد السبعمائة والألف ومعنى ملاق قرنة إنما يعني عند القتال يعني أن يذكر الله في تلك الساعة وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الحامش سورة الأنفال الآية الخامسة والأربعون فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا سورة الأحزاب الآية الواحدة والأربعون وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سورة الأحزاب الآية الخامسة والثلاثون أي كثيرا وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا سورة البقرة الآية المئتان ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عيد فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله وقال بعض الآرفين لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة حسن السيطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة السابعة والخمسون بعد المئة وصحيح الجامع للألباني الحديث العشرون بعد السبعمائة وخمسة آلاف وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها الهامش أقرب للضعف السيطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الخامسة والأربعون بعد المئة وصحيح الجامع للألباني الحديث السادس والأربعون بعد الأربع مئة وخمسة آلاف وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل الهامش وعيف الترمدي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان الحديث الثاني عشر بعد الأربع مئة والألفين وابن ما جاء في الفتن باب كف في اللسان في الفتنة الحديث الرابع والسبعون بعد التسعمائة والثلاثة آلاف والحاكم في المستباك الجزء الثاني الصفحة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة وعن معاب بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال أنت موت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل الهامش ابن حبان في صحيحه الحديث الخامس عشرة بعد الثمانمائة والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الحادية عشرة وصحيح الجامع للألباني الحديث الخامس والستون بعد المائة وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل قالوا ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع الهامش ضعيف السيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الثامنة والتسعون وضعيف الجامع الحديث الثلاثون بعد التسعمائة والألف وصقاله من صقله صقلا وصقال جلاه يقال سقل السيف والمرأة والمرأة ويقال سقل كلامه هذبه ونمقه ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرأة البيضاء فإذا ترك صدئ فإذا ذكر جلاه وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته وإذا صدئ القلب لن تم طبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ والسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حقا ولا ينكر الباطلا وهذا أعظم عقوبات القلب الهامش الران الغطاء والحجاب الكثيف والصدأ يأل الشيء والجلي كالسيف والمرآة ونحوهما والدنس ما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصرة قال تعالى ولا تطأ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صورة الكهف الآية الثامنة والعشرون فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا ومعنى الفرط قد فسر بالطبيع أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه وفسر بالإسراف أي قد أفرط وفسر بالإهلاك وفسر بالخلاف للحق وكلها أقوال متقاربة والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد منه وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه الهامش يقال الزم غرز فلان أي أمره ونهيه واشدد يديك بغرزه أي تمسك به ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وفي المسند مرفوع أكثر ذكر الله تعالى حتى وقال مجنون الهامش ضعيف أحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الثامنة والستون والواحدة والسبعون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الرابعة والخمسون وضعيف الجامع للألباني الحديث السادس بعد المائتين والألف فوائد الذكر وفي الذكر أكثر من مائة فائدة إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط الخامسة أنه يقوّل القلب والبدن السادسة أنه ينور الوجه والقلب السابعة أنه يجلب الرزق الثامنة أنه يكسو الذاكرا المهابة والحلاوة والنظرة التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رح الدين ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوى العاشرة أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت الحادية عشره أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا الثانية عشرة أنه يورثه القرب منه فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده منه الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى فاذكروني أذكركم الهامش سورة البقرة الآية الثانية والخمسون بعد المئة ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الهامش سبق تخريجه السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد سار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة على صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم انتفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه الثامنة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث وكل شيء له صدى وصدأ القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذا المعنى التاسعة عشرة أنه يحط من الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات العشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن للغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر الحادية والعشرون أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به الهامش صحيح ابن ماجة في الأدب باب فضل التسبيح الحديث التاسع بعد الثمانمائة والثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة الثامنة والستون بعد المائتين والواحدة والسبعون بعد المائتين والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخمسمائة ويتعاطفن استئناف لبيان حال التسبيح وغيره ودوي هو ما يظهر من الصوت ويسمع عند شدته وبعده في الهواء شبيها بصوت النحل هذا الحديث أو معناه الثانية والعشرون أن الأبد إذا تعرف إلى الله تعالى يذكره في الرخاء وعرفه في الشدة وقد جاء أثر معناه أن الأبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من أبد معروف والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر الثالثة والعشرون أنه ينجي من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى الهامش سبق تخرجه الرابعة والعشرون أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد لا بد له من أن يتكلم فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ولا سبيل إلى السلامة منها البته إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى تربب بذكر باطل وغلو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة السابعة والعشرون أنه يسعد الداكرة بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك أينما كان والغافل واللاغي يسقى بلغوه وغفلته ويسقى به جليسه الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحصرة يوم القيامة فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإغلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف وهذا الذاكر مستضل بظل عرش الرحمن عز وجل الثلاثون أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين الهامش ضعيف التلمذي في فضائل القرآن الحديث السادس والعشرون بعد التسعمائة والألفين وضعيف الجامع للشيخ الألباني الحديث الثاني والخمسون بعد الأربعمائة وستة آلاف الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها ولو تحرك أضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه نشق عليه راية المشقة بل لا يمكنه ذلك الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الهامش حسن الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح الحديث الثاني والستون بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف وصحيح الجامع للألباني الحديث الثاني والخمسون بعد المائة وخمسة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث الخامس بعد المائة وقيعان جمع قاع وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال الترمذي حديث حسن صحيح الحامش صحيح الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير الحديث الرابع والستون بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف والخامس والستون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الواحدة بعد الخمسمائة والثانية عشرة بعد الخمسمائة والسيطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثمانون بعد المائة وصحيح الجامع للألباني الحديث التاسع والعشرون بعد الأربعمائة وستة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث الرابع والستون انتهى الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان فوائد الذكر الفائدة الثالثة والثلاثون أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر الهامش صحيح البخاري في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده الجزء السادس الصفحة التسعون بعد ثلاثمائة وفي الدعوات باب فضل التهليل الحديث الثالث بعد الأربعمائة وستة آلاف ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح الحديث الثامن والعشرون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء الحديث الثاني والثلاثون وفي الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ومن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار الهامش ضعيف أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح الحديث التاسع والستون بعد الخمسمائة وضعيف الجامع للألباني الهديث الثالث والأربعون بعد السبعمائة وخمسة آلاف وفيه أن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى الحديث التاسع والثمانون بعد الثلاثمائة وثلاثة آلاف وضعيف الجامع للألباني الحديث السابع والأربعون بعد السبعمائة وخمسة آلاف وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا وموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة الهامش حسن الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا دخل السوق الحديث الثامن والعشرون بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف وابن ماجة في التجارات باب الأسواق ودخولها الحديث الخامس والثلاثون بعد المائتين والأنفين والحاكم في المستبرك الجزء الأول الصفحة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث الواحد والثلاثون بعد المائتين والستة آلاف الذكر لله أمان من الشقاء الرابعة والثلاثون أن دوام ذكر رب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون سورة الحشر الآية التاسعة عشرة وإذا نسي الأبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولابد كمن له زرع أو بستان أو ناشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولابد هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وأن ما وزال اللسان واطبا به وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها ومنزلة غدائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك وبمنزلة الماء عند شدة العطش وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمنزلة الكل في شدة الشتاء والسموم الهامش كن الشيء كننا استطر وكن الشيء كن سطر والكن الغطاء وكل ما يرد الحر والبرد من الأبنية ونحوها والجمع أكنان وأكنة فحقق بالأبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم فأين هلاك الروح والقلب مفسادهما من هلاك البدن وفساده هذا هلاك لابد منه وقد يعقبه صلاح لابد وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكثى بها فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة قال تعالى ومن أعرب عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صورة طاها الآية الرابعة والعشرون بعد المئة والسادسة والعشرون بعد المئة أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها وإعراضهم عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى الفعل أو مضاف إضافة الأسماء المحطة أعرض عن كتابه ولم يتلوه ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذبا عليها معذبا فيها والضنك الضيق والشدة والبلاء ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ الهامش البرزخ الحاجز بين شيئين وما بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل البرزخ والجمع برازخ والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ فإنه يكون في ضنك في الدارين وهو شدة وجهد وضيق وفي الآخرة وفي الآخرة تنسى في العذاب وهذا أكسو أهل السعادة والفلاح فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة صورة النحل الآية السابعة والتسعون فهذا في الدنيا ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صورة هود الآية الثالثة فهذا في البرزخ والآخرة وقال تعالى والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سورة النحل الآية الواحدة والأربعون وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله سورة هود الآية الثالثة فهذا في الآخرة وقال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سورة الزمر الآية العاشرة فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزائين جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة فالإحسان له جزاء معجن ولابد والإساءة لها جزاء معجن ولابد ولن يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه لمحبته فذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته الهامش ألم يحز في القلب من وجع أو غير أو خوف وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيق أو قوبات عاجلة ومار دنيوية وجهنم حاضرة والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب آجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة وسنة شيخ الإسلام ابنتين يتقدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي مائي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وكان يقول في مجلسه في القرعة لو بذلت ملأ هذه القرعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه ولما دخل إلى القرعة وصار داخل صورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سورة الحديد الآية الثالثة عشرة وعلم الله ما رأيت أحدا أضيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أضيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأصرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب شراحا وقوة ويقينا وطمأنينه فسبحان من أشهد عباده جلته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرق قواهم لطربها والمسابقة إليها وكان بعض العالفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف قال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله تعالى وما عرفته وذكره أو نحو هذا وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا وقال آخر إنه لتمر بأوقات أقول إن كان أهل جنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب فبحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على همم العبد وعزماته وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة آيونهم بالله عز وجل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة وأما ميت القلب فيوحشك ماله ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشغل به ولا تشغل به عما هو أولادك وعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وضعف أزيمتك وتفرق همك فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما أمكنك وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه وجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره فاشتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه بلا ركب الدرب الهامش بياض في الأصل ودعه ولا تلتفت إليه فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان فانج بقلبك وضن بيومك وليلتك لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتأخذ أو يطلع الفجر أنعلك بلحاقهم صورة الأنعام الآية الثانية والعشرون بعد المئة الخامسة والثلاثون أن الذكرى يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته وليس شيء يأم الأوقات والأحوال مثله حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة فصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل ضيفا فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه فلما أصبح قال له العابد سبقك الركب أو كما قال فقال ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مع الركب الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد فمن حكم على أن الراقد المتجع على فراشه يسبق القائم القانتة فهو باطل وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل وألصق حبة قلبه بالعرش وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة قد غاب عن الدنيا ومن فيها وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام أو خوف على نفسه من عؤية عدو يطلبه أو غير ذلك من الأعذار فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعال به عليم وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم أو قلبه في واد وجسمه في واد فالعريب أن ذلك الراقب يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة فالعمل على القلوب لا على الأبدان والمعول على الساكن لا على الأطلال والاعتبار بالمحرك الأول فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب الحب المتواري ويبعث الطلب الميت السادسة والثلاثون أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على السراب فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صورة الأنعاب الآية الثانية والعشرون بعد المئة فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور والشقاء كل الشقاء في فواته ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالع في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول وجعلني نورا الحامش صحيح البخاري في الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من الليل الجزء الحادي عشر الصفحة العشرون بعد المئة ومسلم في صلاة المصافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه الحديث الواحد والثمانون بعد المئة والسابع والثمانون بعد المئة والتاسع والثمانون بعد المئة والواحد والتسعون بعد المئة فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نورا فدين الله عز وجل نور وكتابه نور ورسوله نور وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألى وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض ومن أسمائه النور وأشرقت الظلمات لنور وجهه وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك الهامش ضعيف السيوطي في الجامع السعير الجزء الأول الصفحة الثامنة والخمسون وضعيف الجامع للشيخ الألباني الحديث الثمانون بعد المئتين والألف وفقه السيرة للعزالي الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة والسادسة والثلاثون وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربك ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه ذكره عثمان الدالمي وقد قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها سورة الزمر الآية التاسعة والستون فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر فإن الشمس تكور والقمر يخصف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور قال أبو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبني له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل النيل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه ثم قرأ أن بورك من في النال ومن حولها الهامر صحيح مسلم في الإيمان باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين والخامس والتسعون بعد المائتين وابن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية الحديث الخامس والتسعون بعد المائة والسادس والتسعون والآية الثامنة من سورة النمل ومعلى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لا أحرقت سبحات وجهه ونوره منتهى إليه بصره ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ ساخ الجبل في الأرض وتدكدك الهامش ساخت قوائمه سوخا وسيوخا وسوخانا غاصت في الأرض وتدكدك تهدم ولم يقم لربه تبارك وتعالى وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار الهامش سورة الأنعاب الآية الثالثة بعد المائة قال ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته كيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل الهامش هذه الدعوة ثابتة في البخاري ومسلم بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية وهذه الشمس ولله المثل الأعلى نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه لا تدركه الأبصار فقال ألست ترش السماء قال بلى قال أفتدركها قال لا قال فالله تعالى وأعظم وأجل وقد درب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صورة النور الآية الخامسة والثلاثون قال أبي بن كاب مثل نوره في قلب المسلم وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس وأصلهم في قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهمثيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم وآخر كالسراج وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة أخرى إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك بل هو نفس نوره ظهر له عيانا ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنة أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب انتهى الشريط الرابع من كتاب الوابل الصيب وللكتاب بقية على الشريط الخامس الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الخامس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكات وهي الكوة في الحائط فهي مثل الصدر وفي تلك المشكات زجاجة من أصفى الزجاج وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة والصلابة فيرى الحق والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها بل تساعدها وتعارضها أشداء على الكفار وحماء بينهم سورة الفتح الآية التاسعة والعشرون وقال تعالى فبما رحمة من الله من تلهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضو من حولك سورة آل عمران الآية التاسعة والخمسون بعد المئة وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سورة التحريم الآية التاسعة وفي أثر القلوب آنية الله تعالى في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها حسن السيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعون وصحيح الجامع للألباني الحديث الثالث والستون بعد المائة والألفين والسلسلة الصحيحة له الحديث الواحد والتسعون بعد الستمائة والألف وبإزاء هذا القلب قلبان مذنومان في طرفين قيضة أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء يرى به الحق بل هو جبار جاهل لا علم له بالحق ولا رحمة للخلق وبإزائه قلب ضعيف نائي لا قوة فيه ولا استمساك بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث وفي الزجاجة مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته ولذلك النور مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخرة فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكبر حتى إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نار فهذه مادة نور المصباح وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجلة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف بل هي أوسط الأمور وآدلها وأفضلها لم تنحر في انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية بل هي وسط بين الطرفين المذنومين في كل شيء فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه ثم خالط المار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به كان ذلك نورا على نور وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسه فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله عليه فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة نور على نور فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا ثم يسمع الأثرا مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور فهذا شأن المؤمن يبرك الحق بفطرته مجملا ثم يسمع الأثرا جاء به المفصلا فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة فليتأمل النبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنين النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي فهما نوران عظيمان أحدهما أعظم من الآخر وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعش فيها حيوان ولا يتكون البتة فكذلك أمة فقد فقد فيها نور الوحي والإيمان وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد لا حياة له البتة كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صورة الأنعام الآية الثانية والعشرون بعد المئة وكذلك قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا صورة الشورى الآية الثانية والخمسون وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائد إلى الأمر وقيل إلى الكتاب وقيل إلى الإيمان والصواب أنه عائد إلى الروح أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا فسماه روحا لما يحصل به من الحياة وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة وهما متلازمان فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والإستنارة وحيث وجدت الإستنارة والإضاءة وجدت الحياة فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هارك مظمحل فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائية والنالية معا لما يحصل بالماء من الحياة وبالنال من الإشراق والنور كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سورة البقرة الآية السابعة عشرة وقال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم لأن النار فيها الإحراق والإشراق فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق وكذلك حال المنافقين ذهب نور إيمانهم بالنفاق وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغني في قلوبهم وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسنومها ووهجها في الدنيا فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به وهو حال المنافق عرف ثم أنكر وأقر ثم جهد فهو في ظلمات أصم أبكى آما كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات سورة الأنعاب الآية التاسعة والثلاثون وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون سورة البقرة الآية الواحدة والسبعون بعد المئة وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءتنا حوله لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أياء أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانه ولهذا قال تعالى في حقهم فهم لا يرجعون سورة البقرة الآية الثامنة عشرة إليه لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا فهم لا يرجعون إليه وقال تعالى في حق الكفار فهم لا يعقلون لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به بل لا يزالون في ظلمات الكفر صم بكم عمي فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافية وإلى الإيمان وحقائقه منادية وإلى الحياة الأبدية والنائم المقيم دائية وإلى طريق الرشاد هادية لقد أسمع مناد الإيمان لو صاد فآذان وعية وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا خالية ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام وسكرت بشهوات الغيء وشهادة الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إيلام الحامش الشطر الثاني من قول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام والمثل الثاني المائي قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين سورة البطرة الآية التاسعة عشرة الصيب المطر الذي يصوب من السماء أن ينزل منها بسرعة الهامش ومنه أخذ المؤلف عنوان كتابه وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان فأدرك المؤمنين ذلك منه وعالموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات الهامش جمع مثلة وهي العقوبة والتنكيل التي حذر الله بها من خالف أمره وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الآداء والصبر على الأمر أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها فهي كالظلمات والرعد والبرق ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما مأه من الظلمة والرعد والبرق بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب وعما المنافق فإنه عمي قلبه لم يجاوز بصره الظلة ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة فاستوحش من ذلك وخاف منه فوضع أصابعه في أذنيه لألا يسمع صوت الرعد وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعاله وعظم نوره فهو خائف أن يختطف معه بصره لأن بصره أضعف أن يثبت معه فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوءه وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو نفسه بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه وأما من أنس بالصيب وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيب استأنس بذلك ولم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع فاقتبت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء حكمة بالغة وأسباب منتظمة نظمها العزيز الحكيم فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط لم يعلم ما وراءه فاستوحش بما أنس به المؤمنون وارتاب بما اطمأن به العالمون وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظهيرة وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سمع الرعد وإذا صادف هذه العقول والأسماء والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها فملأت الأسماء من هذيانها والأرض من دواوينها وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منها والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك وكشف أسرارهم غاية الكشف وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم ولم يزل عز وجل يقول ومنهم 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 الهامش نزلت سورة براءة خاصة لفضح المنافقين لذلك فإن لها أسماء أخرى ذكرها السيوطي في الإتقان مثل الفاضحة والعذاب والمشقشقة والمخزية والمباثرة إلى آخره حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البطرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاث آيات وفي أوصاف الكفار آيتين وفي أوصاف هؤلاء بضع أشرة آية لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة وأظهر الصريرة ودعاك بما أظهره إلى مزايلته ومفارقته ونظر هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الراب في قوله تعالى أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا سورة الراب الآية السابعة عشرة فهذا هو المثل المائي شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها ولما كانت الأودية ومجار السيون فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا ويمر عليه متراكبا ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض فيقضف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسق الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب والغثاء يذهب جفاء يجفى ويطرح على شفير الهامش شفير الوادي جانبه وناحيته وحرفه فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوب فاحتملته آثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة يطفو في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذب القلب فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعث لله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسق الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وأعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الهامش صحيح البخاري في العلم باب فضل من علم وعلم الجزء الأول الصفحة الحادية عشر بعد المائتين ومسلم في الفضائل باب بياني مثل ما بعث بوعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي والعلم الحديث الخامس عشر أجادب هي الأرض التي لا تنبت كلاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة أنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سورة صاد الآية الخامسة والأربعون أي البصائر في دين الله عز وجل فبالبصائر يبرك الحق ويعرف وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه الهامش صحيح البخاري في الديات باب العاقلة الجزء الثاني عشر الصفحة السادسة والخمسون بعد المائتين وباب لا يقتل المسلم بالكافر الجزء الثاني عشر الصفحة الثانية والسبعون بعد المائتين وفي مواضع متعددة منه والحبة ما يكون في السنبل كالقمح والشعير والنسمة كل كائن حي فيه روح وبرأ خلق فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاء والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية فإنها حفظت النصوص وكان فهمها حفظها وضبطها فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردوها كل بحسبه قد علم كل أناس مشربهم الهامش سورة البقرة الآية الستون وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الهامش صحيح أبو داود في العلم باب فضل نشر العلم الحديث الستون بعد الستمائة والثلاثة آلاف والتلمذي في العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماء الحديث السادس والخمسون بعد الستمائة والألفين والثامن والخمسون وابن ما جاء في المقدمة باب من بلغ علما الحديث الثلاثون بعد المائتين والواحد والثلاثون والسادس والثلاثون وأحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الخامسة والعشرون بعد المائتين والرابع الجزء الثمانون والصفحة الثانية والثمانون والجزء الخامس الصفحة الثالثة والثمانون بعد المائة والحاكم في المستبرك الجزء الأول الصفحة الثامنة والثمانون وصحيح الجامع للألباني الحديث الخامس والستون بعد السبعمائة والستة آلاف والسادس والستون ونظر بتخفيف الضاد وتشديدها والنظرة هي النعمة والبهاء يقوم على الوجه وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو العشرين حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها قال أبو محمد بن حزم وجمأت فتاويه في سبعة أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها وإلا فعلم بن عباس كالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الهامش ترجمة وعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأندلسي قرطبي فقيه أديب أصولي محدث حافظ متكلم شارك في التاريخ والأنساب والنحو واللغة والشعر والطب والمنطق والفلسفة وغيرها فهو منسوعي الثقافة والمعرفة أصله من فارس وولد بقرطبة سنة 84 و300 للهجرة رحل إلى بادية لبلة بالأندلس فتوفي فيها سنة 56 و400 للهجرة من تصانيفه الكثيرة المحلة مدارة النفوس الفصل بين أهل الأهواء والنحل طوق الحمامة إلى آخره هامش الآية سورة الحديد الآية الواحدة والعشرون انتهى الهامش وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها وهكذا الناس بعده قسمان قسم الحفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن دارة وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه ومن غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص والقسم الثاني كمالك والشافعي والأوزعي وإسحاق والإيمان أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأنثالهم من جمع ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية فهتان الطائفتان هما أسعدوا الخلق بما بأث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في شرح حديث مثل ما بأثني الله به إلى آخره وأما الطبقة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية فالطبقة الأولى أهل رواية ودراية والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية بل حظه من الرواية أوفر والطبقة الثالثة الأشقياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية إنهم إلا كنع العام بل هم أضل سبيلا الهامش صورة الفرقان الآية الرابعة والأربعون انتهى الهامش فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الغضبية فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الغضبية كان همه في نصرة النفس الكلبية فلم يعظها إلى نصرة النفس السبعية فلم يعظها أحد من هؤلاء فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة الهامش أي الغائط انتهى الهامش والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس تريد الاستلاء عليها بالحق والباطل وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا لتنقطع به عنه ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري فقال ومما يوقعون عليه في النار ابتغوا أحلية أو متاع زبد مثله الهامش صورة الراب الآية السابعة عشرة انتهى الهامش وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها فإنها تدخل الكيرا ليمحص وتخلص من الخبث فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خلصها فهو الذي ينفع الناس ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا فقال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما هونفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد الهامش صورة الراب الآية الثامنة عشرة انتهى الهامش والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة فحياة الموجودين الروحي والجسمي بالنور وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بنوره وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخم النور القلب انفسح وانشرح قالوا وما علامة ذلك قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله الهامش لم أجده في الترمذي ولا في غيره من كتب السنة عندي لكن ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى من صورة عن عام فمن يرد الله أن يهديه الآية الخامسة والعشرون بعد المئة وبعد أن أورد روايات متعددة له قال فهذه طرق لهذا الحديث مرسله ومتصله يشد بعضها بعضا انظر تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة والخامسة والسبعين ونور العبد هو الذي يصاعد عمله وكلمه إلى الله تعالى فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب وهو نور ومصدر عن النور ولا من العمل إلا الصالح ولا من الأرواح إلا الطيبة وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة الذين خلقوا من نور كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الشياطين من نار وخلق آدم مما وصف لكم الهامش صحيح مسلم في الزهد باب في أحاديث متفرقة الحديث الستون ورواه أحمد فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها واقتقض الملائكة لها فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة فتوقف بين يدي الله عز وجل ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين فلما كانت هذه الروح روحا دكية طيبة نييرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة وأما الروح المظلمة الخبيثة الكبيرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها ومحتدها لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سمائية فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه وهذا مبين في حديث البراء بن عاز بن الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح الهوامش الحديث صحيح أحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة السابعة والثنانون بعد المائتين والثامنة والثمانون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة السابعة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والمئة والعشرون وصحيح الجامع للألباني الحديث السادس والسبعون بعد الستمئة والألف إسفرائيني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيصابوري الشافعي محدث حافظ ولد بعد سنة ثلاثين ومئتين للهجرة وطاف بكثير من البلاد إلى أن توفي سنة ستة عشر بعد الثلاثمائة للهجرة بإسفرائين من تصانيفه المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم في الحديث انتهى الهامش والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمه وألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فذلك فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى الهامش صحيح الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة الحديث الثاني والأربعون بعد الستمائة والألفين وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة السادسة والسبعون بعد المائة والسابعة والتسعون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثلاثون وصحيح الجامع للألباني الحديث الرابع والستون بعد السبعمائة والألف والسلسلة الصحيحة له الحديث السادس والسبعون بعد الألف وقوله فلذلك أقول جف إلى آخره من كلام عبد الله بن عمر لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القبر وحكمته والله تعالى الموفق أثر نور الله على خلقه وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم فأصابت الفطرة منه حضها ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة ونور على نور فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذأنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يذبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق وينيت ويحيي ويقضي وينفذ ويعزل ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الآيات الهامش مفردها المرسوم وهو ما يصدره رئيس الدولة كتابة في شأن من الشؤون فتكون له قوة القانون والمراد أوامر الله سبحانه وتعالى فشتان ما بينهما انتهى الهامش نافذة بحسب إرادته فما شاء كان وما شاء في الوقت الذي يشاء وعلى الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها الهامش مفردها القطر وهو الناحية ومنه قيل القطر لجملة من البلاد والنواحي تتميز باسم خاص انتهى الهامش وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة وحكمة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضجيجها باختلاف دغاتها على كثرة حاجاتها لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح دو الحاجات وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يعلم السر وأخفى من السر فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه وأخفى منه ما لم يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء وسعت نعمته إلى كل حي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن الهامش سورة الرحمن الآية التاسعة والعشرون انتهى الهامش يغفر ذنبا ويفرج همى ويكشف كربا ويجبر كسرا أو كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاليا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عفره ويستر عوره ويؤمن من روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه آمن الليل قبل النهار وآمن النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه يمينه منأ لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار الهامش دائمة الصب يقال يمينه سحاء فياضة بالعطاء والجمع سح أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يضب ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره الأرض جميعها قبضته يوم القيامة والسماوات نطويات بيمينه يقبض سماواته كلها بيده الكريمة والأرض باليد الأخرى ثم يهزهم ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعاظمه الذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرة وإنسهم وجنهم كانوا على أطقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل السماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قالوا في صعيد واحد فسألوه فآطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ولو أن أشنار أرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر فمده من بعد مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنية الأقلام وفند المداد ونفد المداد ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد وكيف يفنى المخلوق غير المخلوق هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس دونه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سؤل وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حلمه بعد علمه وأفره بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعته عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نععموا فبفضله وهو الكريم الواسع هو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له والغمي فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له والعلي فلا شبيه له ولا سمي له الهامش السمي المساني وهو المطاول والمفاخر وسمي الشيء موافقه في اسمه أو نظيره انتهى الهامش كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه وكل ظلم قالص إلا ظله وكل فضل منقضع إلا فضله لن يطاع إلا بإذنه ورحمته ولن يعصى إلا بإلمه وحكمته يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر كل نقمة منه أدل وكل نعمة منه فضل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي الهامش مفردها الناصية شعر مقدم الرأس انتهى الهامش وسجل الآثار وكتب الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة عطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الهامش سورة ياسين الآية الثانية والثمانون انتهى الهامش فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات إذ محل عندها كل نور ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناوله عبارة والمقصود أن الذكرى ينور القلب والوجه والأعضاء وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرحال حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس وهكذا نور روحه إذا قدم بها أو قدم بها على الله عز وجل وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراق وهكذا يكون نور وجهه في القيامة والله تعالى المستعان وعليه الاتكال السابعة والثلاثون أن الذكرى رأس الأصول وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء الثامنة والثلاثون أن في القلب خله الهامش الخلة الفرجة في الشيء والثقبة الصغيرة والحاجة والفقر انتهى الهامش وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تابع له فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويثني الفاقة فيكون صاحبه غنيا بلا مال عزيزا بلا عشيرة مهيبا بلا سلطان فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته ذليل مع سلطانه حقير مع كثرة عشيرته الذكر ينبه القلب ويجمعه ويقربه التاسعة والثلاثون أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حضوظه ومطالبه ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان فإن إبليس العازال يبعث له سرية بعد سرية وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأمثل تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكه بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر وأما تقريبه البعيدة فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل فلا يزال يلهد بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة ويبعد القليب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر الأربعون أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته الهامش السنة النعاس وهو ما يسبق النوم من فطور انتهى الهامش والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران فإذا استيقظ وألم ما فاته في نومته شد المتزر الهامش اتزر أغنب أو لبس كساء صغير انتهى الهامش وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظته إلا بالذكر فإن الغفلة نوم ثقيل الحادية والأربعون أن الذكر شجرة تثمر المعالف والأحوال التي شمر إليها السالكون فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر وكلما عظمت تلك الشجرة وراسخ أصلها كان أعظم لثمرتها فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها كما ينبني الحائط على أسه الهامش الأس الأساس يقال قلعه من أسه والجمع إساس وآساس انتهى الهامش وكما يقوم السقف على حائطه وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم فالغفلة نوم القلب أو موته الثانية والأربعون أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا الهامش سورة النحل الآية الثامنة والعشرون بعد المئة انتهى الهامش والله مع الصابرين الهامش سورة الأنفال الآية السادسة والستون انتهى الهامش وإن الله لمع المحسنين الهامش سورة الأنكبوت الآية التاسعة والستون انتهى الهامش لا تحزن إن الله معنا سورة التوبة الآية الأربعون انتهى الهامش ولذكر من هذه المائية نصيب غافر كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه الهامش صحيح البخاري معلق في التوحيد باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك الجزء الثالث عشر الصفحة الثامنة بعد الخمسمائة وابن ماجة في الأدب باب فضل الذكر الحديث الثاني والتسعين الثاني والتسعين بعد السبعمائة والثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة الأربعون بعد الخمسمائة وصحيح الجامع للأرباني الحديث السادس بعد التسعمائة والألف انتهى الهامش انتهى الشريط الخامس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب وللكتاب بقية على الشريط السادس الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية نواصل القراءة تحت عنوان الفائدة الثانية والعربعين وفي أثر آخر أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيارتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنقهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب والمعصية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة وإنما تعلم بالذوق وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تنييز بين القديم والمحدث وبين الرب والعبد بين الخالق والمخلوق ابن العابد والمعبود وإلا وقع حلول يضاهئ به النصارى أو اتحاد يضاهئ به القائلين بوحدة الوجود وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون أولوا كبيرا والمقصود أنه إن لم يكن من العبد عقيدة صحيحة وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج في باب الحلول والاتحاد ولا بد منزلة الذكر الثالثة والأربعون أن الذكر يعدل إتقى الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل وقد تقدم أن من قال في يوم المئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حفزا من الشيطان يومه حتى يمسي الهامش ظاهأه شابهه وفعل مثل فعله والحديث سبق تخريجه الحديث وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد الهامش سالم بن أبي الجعد ثقة مشهور من التابعين ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين انتهى الهامش قال قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق مئة نسمة قال إن مئة نسمة من مال رجل كثير وأفضل من ذلك وأفضل إيمان منزوم بالليل والنهار أن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل وقال ابن مسعود لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل وجلس عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل فقال عبد الله بن عمر لأن أجد في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله على الخير في سبيل الله عز وجل وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا آناقهم ويضربوا آناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال أذكر الله رواه بن ماجة والتلمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش الرابعة والأربعون أن الذكر رأس الشكر فما شكر الله تعالى من لم يذكره وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا قال أذكرني كثيرا فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا وإذا نسيتني فقد كفرتني وقد ذكر البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال قال موسى عليه السلام يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك فأوحى الله تعالى إليه أن لا يزال لسانك رطبا من ذكري قال يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها قال وما هي قال أكون جنوبا أو على الغائط أو إذا بلت فقال وإن كان قال يا رب فما أقول قال تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى وسبحانك وبحمدك فقني الأذى قلت قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه الهامش صحيح البخاري معلق في الحيض باب تقضي الحائض المناسك الجزء الأول الصفحة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة وفي الأذان باب هد يتتبع المؤذن فاه هاهنا الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة ومسلم مرسولا في الحيض باب ذكر الله في حال الجنابة الحديث السابع عشر بعد المئة ولم تستثن حالة من حالة وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الهامش صحيح البخاري في الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع الجزء الأول الصفحة الواحدة والتسعون بعد المئتين وفي أماكن متفرقة أخرى ومسلم في النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع الحديث السادس عشر بعد المئة ورواه أصحاب السنن وأحمد وأن عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب لأنه لا بد لقلبه من ذكر ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقال عبد الله بن أبي الهذيل إن الله تعالى ليحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة وهي من أجل الذكر فذكر كل حال بحسب ما يليق بها والنائق بهذه الحال التقنع الهامش يقال تقنع تغشى بثوب وتقنع في السلاح دخل انتهى الهامش تقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله فنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها الهامش سنده ضعيف انتهى الهامش وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته الهامش ورد مرفوعا بسند ضعيف السيطي في الجامع الصغير وضعفه الجزء الثاني الصفحة العاشرة بعد المئة وضعيف الجامع حيث ضعفه الألباني الحديث الثالث والتسعون بعد الثلاثمائة والأربعة آلاف انتهى الهامش وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي أجل نعم الدنيا فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر فالذكر رأس الشكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الهامش صحيح أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار الحديث الثاني والعشرون بعد الخمسمائة والألف والنسائي في السهوي باب الدعاء بعد الذكر الجزء الثالث الصفحة الثالثة والخمسون وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة الخامسة والأربعون بعد المائتين والسابعة والأربعون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثالثة والسبعون بعد المائتين والجزء الثالث الصفحة الثالثة والسبعون بعد المائتين وصحيح الجامعين الألباني الحديث التاسع والستون بعد التسعمائة والسبعة آلاف انتهى الهامش فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون الهامش سورة البقرة الآية الثانية والخمسون بعد المئة انتهى الهامش فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح الخامسة والأربعون ان اكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره فانه اتقاه في امره ونهيه وجعل ذكره شعاره فالتقوى اوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار وهذا هو الثواب والاجر والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفة لديه وهذه هي المنزلة وعمال الآخرة على قسمين منهم من يعمل على الأجر والثواب ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم الهامش سورة الحديد الآية الثامنة عشرة فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الهامش سورة الحديد الآية التاسعة عشرة فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم نفس الهامش فقيل هذا عطف على الخبر من الذين آمنوا بالله ورسله أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم ثم أخبر عنهم أن لهم أجر وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور أنهم صديقون وشهداء فهذه هي المرتبة والمنزلة قيل ثم الكلام عند قوله تعالى الصديقون ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان ثم المؤمنين الذين رصخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل والأولون أهل البر والإحسان ولكن هؤلاء أكمل صديقية منهم ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أنابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون فيجري عليهم رزقهم ونورهم فهؤلاء السعداء ثم ذكر الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الهامش نفسه انتهى الهامش والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب وهذان الأمران هما الذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين الهامش سورة الأعراف الآية الثالثة عشرة بعد المئة والرابعة عشرة بعد المئة انتهى الهامش أي أجمع أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني فالعمال عملوا على الأجور والآلفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفة عند الله وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء وذكر البيهقي عن محمد بن كعبن القراضي رحمه الله رحمه الله تعالى قال قال موسى عليه السلام يا رب أي خلقك أكرم عليك قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري قال يا رب فأي خلقك أعلم قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيري قال يا رب أي خلقك أعدل قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس قال يا رب أي خلقك أعظم ذنبا قال الذي يتهمني قال يا رب وهل يتهمك أحد قال الذي يستخيرني لا يستخيرني ولا يرضى بقضائي وذكر أيضا عن ابن عباس قال لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال يا رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني وقال كعب قال موسى عليه السلام يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك فقال تعالى يا موسى أنا جليس من ذكرني قال إني أكون على حال أجلك عنها قال وما هي يا موسى؟ قال عند الغائط والجنابة قال أذكرني على كل حال وقال عبيد بن عمير تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا وقال الحسن إذا كان يوم القيامة ناد مناد سيعلم الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الهامش سورة السجدة الآية السادسة عشرة قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس قال ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الهامش سورة النور الآية السابعة والثلاثون قال فيقومون فيتخطون من رقاب الناس قال ثم ينادي مناد وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الحمادون لله على كل حال قال فيقومون وهم كثير ثم يكون التنعيم والحساب في من بقي الهامش انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث الصفحة الستون بعد الأربعمائة وأتى رجل أبا مسلم الخولانية فقال له أرصني يا أبا مسلم قال أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة الهامش المدرة أو المدر الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة وهي القرية المبنية بالطين واللبن فقال زدني فقال أذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال أما جنون صاحبكم هذا فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي ولكن هذا ذو الحنون الهامش الحنون الشفيقة والحنين الشوق الذكر دواء وشفاء ورحمة السادسة والأربعون أن في القلب قصوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي للعبد أن يداوي قصوة قلبه بذكر الله تعالى وذكر حمد بن زيد عن المعل بن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قصوة قلبي قال أذبه بالذكر الهامش إسناده صحيح حمد بن زيد ثقة ثبت فقيه والمعل بن زياد صدوق قدير الحديث زاهد اختلف قول ابن مائن فيه التقريب الجزء الأول الصفحة السابعة والتسعون بعد المائة والجزء الثاني الصفحة الخامسة والستون بعد المائتين انتهى الهامش وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القصوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القصوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قصوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل السابعة والأربعون أن الذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه فالقلوب مريضة وشفاءها ودواؤها في ذكر الله تعالى قال مكحول ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء الهامش ضائف كنز العمال وعزاه للبيهقي عن مكحول مرسلا الحديث السابع والثلاثون بعد الثمانمائة والألف وضعيف الجامع للألباني الحديث السادس والخمسون بعد الثمانمائة والألف وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا مرسلا ومرسلا فإن النفس إذا ذكرته شفاها وعافاها فإذا غفلت عنه انتكست كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس الهامش سقط من السياق كلام أتممناه من عندنا المحقق انتهى الهامش الثامنة والأربعون أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها والغفلة أرسل معاداته ورأسها فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه قال الأوزاعي قال حسان بن عطية ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره فهذه المعادات سببها الغفلة ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره فحينئذ يتخذه عدوى كما اتخذ الذاكر وليا التاسعة والأربعون أنه ما استجيبت نعم الله ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى فالذكر جلاب للنعم دافع للنقم قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا الهامش صورة الحج الآية الثامنة والثلاثون انتهى الهامش وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع الهامش قرأ ابن كثير وأبو عمر إن الله يدفع بغير ألف بينما قرأها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالألف انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقيق الدكتور شوقي ضيف انتهى الهامش فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان وقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك لإن شكرتم لأزيدنكم الهامش سورة إبراهيم الآية السابعة انتهى الهامش والذكر رأس الشكر كما تقدم والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد قال بعض السلف رحمة الله عليهم ما أقبح الغفلة عن ذكر الله من لا يغفل عن ذكرك الخمسون أن الذكر يوجب صلاة الله تعالى عز وجل وملائكته على الذاكر ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الهامش سورة الأحزاب الآية الواحدة والأربعون إلى الثالثة والأربعين انتهى الهامش فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم فيا حصرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله وبالله التوفيق الحادية والخمسون أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس الذكر ثم قال اغدوا وروحوا واذكروا فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده فإن الله تعالى ينزل العمل منه حيث أنزله من نفسه الهامش في إسناده ضعف الحاكم في المستدرك وصححه وتعقبه الذهبي بقوله عمر ضعيف الجزء الأول الصفحة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح الجزء العاشر الصفحة الثمانون انتهى الهامش انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان فوائد الذكر الفائدة الثانية والخمسون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه كما أخرجنا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هنموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول ما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة فيقول فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم الهامش صحيح البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله الجزء الحادي عشر الصفحة الثانية عشرة بعد المائتين ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر برفض هم القوم الحديث الخامس والعشرون وقوله فضلا معناه أنهم ملائكة زائدون على الحفرة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء الملائكة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر انتهى الهامش فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله وجعلني مباركا أينما كنت الهامش سورة مريم الآية الواحدة والثلاثون انتهى الهامش فهكذا المؤمن مبارك أين حل والفاجر مشؤوم أين حل فمجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل مضاف إلى شكله وأشباهه وكل ملئ يصير إلى ما يناسبه الثالثة والخمسون أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر الحديث الأربعون وتهمة أي الظن بكم انتهى الهامش فهذه المباهات من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال الرابعة والخمسون أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال الذين لا تزال ألسنتهم رفبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك الهامش إسناده صحيح موقوفا على أبي الدرداء لكن ورد مرفوعا عن أبي الدرداء أيضا في كتاب الثواب لأبي الشيخ وضعفه الألباني وضعف الألباني الرواية المرفوعة انظر ضعيف الجامع الحديث الثامن والستون بعد التسعمائة والأربعة آلاف الخامسة والخمسون أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري الهامش صورة طه الآية الرابعة عشرة قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها واللام على هذا لام التعليل وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس الهامش الهامش سورة الإسراء الآية الثامنة والسبعون انتهى الهامش وقوله تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة الهامش سورة الأنبياء الآية السابعة والأربعون انتهى الهامش وهذا المعنى يراد بالآية لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف والذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتمل والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره فذكر الله تعالى سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعاني الثلاثة حق وقال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الهامش الهامش صورة العنكبوت الآية الخامسة والأربعون انتهى الهامش فقيل المعنى أنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر وهو ذاكر من ذكره ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه وهذا يروى عن ابن أباس وسلمانا وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر قال هو قوله تعالى فاذكروني أذكركم فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه وقال ابن زيد وقتاده معناه ولذكر الله أكبر من كل شيء وقيل لسلمان أي الأعمال أفضل فقال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر ويشهد لهذا الحديث ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الحديث وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مجتملة على ذكر الله تعالى ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر وفي السنن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفى والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى الهامش ضعيف أبو داود في المناسك باب في الرمل الحديث الثامن والثمانون بعد الثمانمائة والألف والتلميلي في الحج باب ما جاء كيف ترمى الجمار الحديث الثاني بعد التسعمائة وأحمد في المسند الجزء السادس الصفحة الرابعة والستون والخامسة والسبعون والصفحة التاسعة والثلاثون بعد المائة والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة التاسعة والخمسون بعد الأربع مائة وضعيف الجامع للألباني الحديث الخامس والخمسون بعد الألفين انتهى الهامش رواه أبو داود والتلميذي وقال حديث حسن الصحيح السادسة والخمسون أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل وهكذا سائر الأحوال وقد ذكر ابن أب الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل أي الجنازة خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل فأي المجاهدين خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل فأي الحجاج خير قال قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل فأي العباد خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل الهامش إسناده مرسل والمرسل من أقسام ضعيف وقد رواه أحمد موصولا بإسناد ضعيف انتهى الهامش قال أبو بكر الهامش وعبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان ابن قيسن القراشي الأموي مولاهم البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا محدث حافظ شارك في أنواع العلوم ولد ببغداد سنة 208 للهجرة ونشأ فيها حيث ونشأ فيها حيث المحدث والفقيه والمؤدب والزاهد هم أبناء هذا المجتمع ومادته توفي ببغداد أيضا سنة 81 بعد المئتين للهجرة حيث ولد ونشأ وترك لنا تصاليفه التي تزيد على المئتين ومنها الفرج بعد الشدة والصمت والحلم والتوكل على الله والتواضع انتهى الهامش ذهب الذاكرون بالخير كله وقال عبيد بن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم على المال أن تنفقوه وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل السابعة والخمسون أن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة الهامش صحيح البخاري في الأذان باب الذكر بعد الصلاة الجزء الثاني الصفحة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة الجزء الحادي عشر الصفحة السادسة والثلاثون بعد المائة ومسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة الحديث الثاني والأربعون بعد المائة والثالث والأربعون انتهى الهامش الحديث متفق عليه فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم وعبادتهم بما لهم التعبد بهذا الذكر فحازوا الفضيلتين فنفسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفي حديث عبد الله بن بسر قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه فأخبرني بأمر جامع يكفيني قال عليك بذكر الله تعالى قال ويكفيني يا رسول الله قال نعم ويفضل عنك الهامش سبق تخريجه من حديث عبد الله بن بسر برفض آخر انتهى الهامش فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكتار منها فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام فدله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه وهو ذكر الله عز وجل يوضحه الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته فإنه يحبها فإنه يحببها إلى الأبد ويسهلها عليه ويذللها ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وصوره بها بحيث لا يجد لها من الكوفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل والتجربة شاهدة بذلك يوضحه التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب ويوسر العسير ويخفف المشاق فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا انفرجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الغم والفرج بعد الغم والهم يوضحه الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل إذ يحسب ذكره يجد إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا والله المستعان الحادية والستون أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام بن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجبا أمرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعلينا رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مرجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34 لما سألته الخادمة وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم الهامش صحيح البخاري في فرض الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب الرسول ونقاط الجزء السادس الصفحة الثامنة والأربعون بعد المائتين والتاسعة والأربعون وفي فضائل الصحابة باب مناقب علي الجزء السابع الصفحة الثامنة والثمانون وفي النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها وباب خادم المرأة الجزء التاسع الصفحة السادسة السادسة عشر بعد الأربع مئة ومسلم في الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم الصفحة الحديث الثمانون انتهى الهامش وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا حملوه حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش قالوا ربنا لما خلقتنا قال خلقتكم لحمل عرشي قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك قال لذلك خلقتكم فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا الهامش إسناده مرسل والمرسل كما يقول المحدثون ضعيف لا يحتج به والحديث في إسناده أسد بن وداعة شامي من صغار التابعين كان هو وأزهر الحراني وجماعة يسبون علي انظر ميزان الاعتدال الجزء الأول الصفحة السابعة بعد المئتين انتهى الهامش وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قولا لا حول ولا قوة إلا بالله الهامش ناهض فلانا قاومه انتهى الهامش وأنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن الثانية والستون أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار ولكن الفترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم فإذا انجل الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق قال الوليد بن المسلم قال محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر فيتحصر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر الهامش في إسناده ضعف الوليد بن مسلم قال فيه الحافظ في التقريب ثقة ولكنه كثير التدريس والتسوية الجزء الثاني الصفحة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنه اخترطت عليه أحاديث أبي هريرة الجزء الثاني الصفحة التسعون بعد المائة أما عمر بن عبد الله مولى غفرة فهو ضعيف وكان كثير الإرسال الجزء الثاني الصفحة التاسعة والخمسون انتهى الهامش وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون أو المفردون قال وما المفردون قال الذين اهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أو زارهم اهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله الهامش ضعيف التلمذي في الدعوات باب في العفل والعافية الحديث السادس والتسعون بعد الخمسمائة وثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة والسيطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثلاثون وضعيف الجامع للألباني الحديث الأربعون بعد المائتين والثلاثة آلاف انتهى الهامش ومعناه الذين أولعوا به يقال استهتر فلان بكذا إذا أولئ به وفيه تفسير آخر أن اهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهمهم في ذكر الله تعالى يقال اهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر والهتر السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله والهتر الباطل أيضا ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطل وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين وحقيقة اللفظة أن الاستهتار الاكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا وغلب استعماله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو هو مستهتر وقد أهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به ويقال استهتر فيه وبه وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش انتهى الشريط السادس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وللكتاب بقية على الشريط السابع الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية عنوان الذكر أسبق أعمال الآخرة الثالثة والستون أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين ورجي له أن يحشر مع الصادقين روى أبو إسحاق عن الأغر أبي موسى أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله الملك له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي قال أبو إسحاق ثم قال في الآخر شيئا لم أفهم قلت لأبي جعفر ما قال قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب ما يقول العبد إذا مرض الحديث الثلاثون بعد الأربعمائة والثلاثة آلاف وابن ماجة في الأدب باب فضل لا إله إلا الله الحديث الرابع والتسعون بعد السبعمائة والثلاثة آلاف وابن حبان في صحيحه الحديث الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة والألفين والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة وصحيح الجامع للألباني الحديث الثالث عشر بعد السبعمائة والسلسلة الصحيحة له الحديث التسعون بعد الثلاثمائة والألف انتهى الهامش الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء فقيل لهم فيقولون حتى تأتينا نفقه وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبع مرات بني له برج في الجنة الهامش لم أستطع الوصول إلى مصدره انتهى الهامش وكما أن بناءها بالذكر فغراس وساتينها بالذكر كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش فذكر غراسها وبناؤها وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من غراس الجنة قالوا يا رسول الله وما غراسها قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الهامش حسن الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة الواحدة بعد المجمع والسيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الخامسة والخمسون وصحيح الجامع للألباني الحديث الثالث عشر بعد المئتين والألف انتهى الهامش الخامسة والستون أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه ولا وإلا فبحسبه قال عبد العزيز بن أبي رواد الهامش صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء أي الانتساب إلى مذهب المرجئة مات سنة تسع وخمسين للهجرة التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة بعد الخمسمائة انتهى الهامش كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته سبعة أحجار كان إذا قضى صلاته قال يا أحجار أشهدكم أنه لا إله إلا الله قال فمرض الرجل فعرج بروحه قال فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار قال فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم ثم أتى إلى الباب الآخر وإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم السادسة والستون أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب كما روا حسين المعلم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن بريدة عن عامل الشعبي عن عبد الله بن عمر بن العاص قال أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك الهامش إسناده صحيح حسين المعلم ثقة ربما وهم وعبد الله بن بريد ثقة والشعبي ثقة مشهور فقيه فاضل التقريب الجزء الأول الصفحة السادسة والسبعون بعد المائة والسابعة والثمانون بعد الثلاثمائة والرابعة بعد الأربع مائة انتهى الهامش السابعة والستون أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها قال ابن مسعود إن الجبل لينادي الجبل باسمه أمر ربك اليوم أحد يذكر الله عز وجل فإذا قال نعم استبشر وقال عون بن عبد الله الهامش عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذري ثقة عابد مات قبل سنة مائة وعشرين للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة التسعون انتهى الهامش قال إن البقاع لينادي بعضها بعضا يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله فقائلة نعم وقائلة لا فقال الأعمش عن مجاهد الهامش الأعمش سليمان بن مهران ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه كان يدلس التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة والسبعون بعد المائتين أما مجاهد فهو أبو الحجاج المخزومي ثقة إمام في التفسير والعلم الجزء الثاني الصفحة التاسعة والعشرون بعد المائتين انتهى الهامش قال إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل فمن قائل لا ومن قائل نعم الثامنة والستون أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق فإن المنافقين قليلوا الذكر لله عز وجل قال الله عز وجل في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا الهامش سورة النساء الآية الثانية والأربعون بعد المائة انتهى الهامش وقال كعب الهامش هو ابن مانع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة وليس له في البخاري رواية وفي مسلم له رواية واحدة التقريب الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المائة انتهى الهامش قال من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الهامش المنافقون الآية الخامسة انتهى الهامش فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج منافقونهم قال لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل وكثرة ذكره أمان من النفاق والله عز وجل أكرموا من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل التاسعة والستون أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة قال مالك بن دينار الهامش مالك بن دينار البصري الزاهد صدوق عابد مات سنة ثلاثين ومئة للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة الرابعة والعشرون بعد المئتين قال ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب السبعون أنه يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة ومن المراصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال كل يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أتى الله تعالى يوم القيامة أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البذر الهامش إسناده مرسل والمرسل من أقسى مذبعيف انتهى الهامش الحادية والسبعون أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الهامش الزلزلة من الآية الواحدة إلى الآية الخامسة انتهى الهامش فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا الهامش ضعيف الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في العرض الحديث التاسع والعشرون بعد الأربع مئة والألفين وفي التفسير باب ومن صورة إذا زلزلت الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة والثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة السادسة والخمسون بعد المائتين والثانية والثلاثون بعد الخمسمائة وضعيف الجامع للألباني الحديث السابع والستون بعد الأربع مئة وستة آلاف انتهى الهامش قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع مكسر شهوده ولعلهم أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويرتبط بشهادتهم الثانية والسبعون أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس ودمهم وغير ذلك فإن اللسان لا يسكت البتة فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ ولابد من أحدهما فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهو القلب وإن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولابد وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولابد فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين الثالثة والسبعون وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به الهامش يقال حاش القوم الصيد نفره بعضهم على بعض ليصيدوه واحتوش القوم الصيد حاشوه واحتوش الشيء وعليه أحاطوا به وجعلوه وسطهم انتهى الهامش وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل وفي هذا الحديث العظيم الشريف الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاء وضوءه فاستنقبه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقبته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنى من حوض منع وترد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه ورواه ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنى إلى حلقة ترد فجاء غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشراره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صدته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبته وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته عليه فأقامته على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة الهامش ضعيف السيطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة السابعة بعد المئة وضعيف الجامع للألباني الحديث الخامس والثمانون بعد الألفين وأفراطه جمع فرط يقال فرط فلان أو فرط فلان ولدا وأفرط احتسبه صغيرا ويقال فرط له ولد أو فرط له ولد سبقه إلى الجنة والسعفة جريد النخل وورقه انتهى الهامش رواه الحافظ أبو موسى المديني الهامش محمد بن عمر ابن أحمد المديني الأصبهاني الشافعي محدث حافظ لغوي إخبالي نسابة ولد بأصبهان في السنة الأولى بعد الخمسمائة للهجرة وزار بغداد وهمذان وتوفي بأصبهان في السنة الأولى بعد الثمانين والخمسمائة للهجرة من تصانيفه الكثيرة اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ والأعارف الأخبار الطوال عوالي التابعين إلى آخره قال في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له وقال هذا حديث حسن جدا رواه عن سعيدي بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيدي بن جدعان وهلال أبو جبل وكان شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة الهامش انظر الفصل الذي عنوانه يحيى عليه السلام يبلغ أوامر الله انتهى الهامش وقوله فيه وأمركم بذكر الله عز وجل وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا خرج من بيته الحديث السادس والعشرون بعد الأربعمائة وثلاثة آلاف وأبو داود في الأدب باب ما يقول إذا خرج من بيته الحديث الخامس والكسعون بعد الخمسة آلاف وصحيح الجامع للألباني الحديث التاسع والتسعون بعد الأربعمائة والحديث التاسع عشر بعد الأربعمائة وستة آلاف انتهى الهامش وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من قال يوم من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي وذكر سفيان عن أب الزبير عن عبد الله بن ضمره عن كعب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظ فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل كيف لكم بمن كوفي وهدي وحفظ وقال أبو خلاد المصري من دخل في الإسلام دخل في حصن ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في بيته حصونا وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل شيء الهامش ضعيف السيوطي في الجامع الصغير بنحوه الجزء الأول الصفحة السادسة والثلاثون وضعيف الجامع للألباني الحديث الثاني والعشرون بعد الثمانمئة انتهى الهامش المنجيات من الشيطان وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها فأتاني آت فجعل يحذر من الطعام فأخذته فقال دعني فإني لا أعود فذكر الحديث وقال فقال له في الثالثة وعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب الهامش صحيح البخاري في الوكالة باب إذا وكل رجلا الجزء الرابع الصفحة الثامنة والستون بعد الخمسمائة وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده الجزء السادس الصفحة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة وفي فضائد القرآن باب فضل صورة البطرة الجزء الثامن الصفحة الثانية والسبعون بعد الستمائة ويحثو يأخذ منه انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان المنجيات من الشيطان وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أول إنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم ترك الملك الشيطان وبات يكلأه فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه طرب الملك الشيطان وظل يكلأه الهامش صحيح الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة والهيثمي في المجمع الزوائد وقال هواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم ابن الحجاج الشامي وهو ثقة الجزء العاشر الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والعشرون بعد المئة انتهى الهامش وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد ولا يضره الشيطان أبدا الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأشرا من الصافات وثلاث آيات من الرحمن يا معشر الجن والإنس وخاتمة سورة الحشر لو أنزلنا هذا وقال محمد بن أبان الهامش ابن وزير البلخي أبو بكر بن إبراهيم ثقة حافظ مات سنة أربع وأربعين بعد المائتين للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة الأربعون بعد المائة انتهى الهامش بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل فجفل منه فقال الهامش جفل جفولة شرد ونفر وانزعج وفزع ومضى وأسرع فهو جافل انتهى الهامش ليس عليك مني بأس إنما جئتك في الله تعالى ائت عروة فسله من الذي يتعوذ يعني من إبليس الأباليس قال قل آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصنت بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى وقال بشر بن منصور الهامش السلمي أبو محمد الأزدي البصري صدوق عابد زاهد مات سنة مئة وثمانين للهجرة التقريب الجزء الأول الصفحة الواحدة بعد المئة انتهى الهامش عن مهيب بن الورد الهامش مهيب بن الورد القراشي مولاهم المكي أبو عثمان أو أبو أمية ثقة عابد التقريب الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة انتهى الهامش قال خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل قال فسمعت حسا أو صوتا يديدا الهامش يديدا قويا انتهى الهامش وجاء بسرير حتى وضع وجاء شيء حتى جلس عليه قال واجتمعت إليه جنوده ثم صرخ فقال ومن لي بأروة بن الزبير فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات فقال واحد أنا أكفيك قال فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر ثم أوشك الرجعة فقال لا سبيل إلى أروة وقال ويلكم وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمس فلا تخلص إليه فلا تخلص إليه معهن قال الرجل فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه فإذا شيخ كبير فقلت شيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فأبى أن يخبرني فأخبرته بما رأيت وما سمعت فقال ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالأروة الوثقى التي لم فصام لها والله سميع عليم إذا أصبحت قلت ثلاث مرات وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما برأ من الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن الهامش صحيح من طريق آخر مرفوعة أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن خنبش الجزء الثالث الصفحة التاسعة عشرة بعد الأربائمائة وصحيح الجامع للألباني الحديث الرابع والسبعون والسلسلة الصحيحة له الحديث الأربعون بعد الثمانمائة انتهى الهامش وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان قال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا فنادى مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولّا وله حصاص وفي رواية إذا سمع النداء ولّا وله ذراط حتى لا يسمع التأذين الحديث الهامش صحيح البخاري في الأذان باب فضل التأذين الجزء الثاني الصفحة الواحدة بعد المئة وفي العمل في الصلاة باب يكفر الرجل الشيء في الصلاة باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة الجزء الثالث الصفحة الثامنة بعد المئة وفي السهوي باب إذا لم يدرك لم يدركهم صلاء الجزء الثالث الصفحة الرابعة والعشرون بعد المئة وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده الجزء السادس الصفحة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة ومسلم في الصلاة باب فضل الأذان الحديث الثامن عشر والتاسع عشر وفي المساجد باب السهو في الصلاة الحديث الثالث عشر والرابع والثمانين وخصاص أي ضراط وقيل الخصاص شدة العجو انتهى الهامش وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار فإن الشيطان قال قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون الهامش موضوع أبو يعلى في مسنده الجزء الأول الصفحة الثالثة والأربعون وابن أبي عاصم في كتاب السنة بتحقيق الألباني الحديث السابع انتهى الهامش وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة الهامش إسناده ضعيف إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف وصل مراسيل وأبوه الحكم بن أبان العدني صدوق عابد له أوهام التقريب الجزء الأول الصفحة الرابعة والثلاثون والصفحة التسعون بعد المئة انتهى الهامش قال بين رجل المسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال صدقت فذهب ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين فقال أخبرني على أي آية نمت قال على هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الهامش سورة الأعراف الآية الرابعة والخمسون انتهى الهامش وقال أبو النظر هاشم بن القاسم الهامش هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي ثقة ثبت مات سنة سبع بعد المائتين للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة انتهى الهامش كنت أرى في داري الهامش سقط من السياق بعض الكلام وواضح من القول بعده ان أبا النظرة قد كلم من يراهم انتهى الهامش فقيل يا أبا النظر تحولوا عن جوالنا قال فاشتد ذلك علي فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة فكتب إلي المحاربي إن بئا بالمدينة كان يقطع رشاؤها الهامش الرشاء الحبل أو حبل الدلو ونحوه انتهى الهامش فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم فدعوا فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر قال أبا النظر فأخذت تورا فأخذت تورا من ماء الهامش التور إناء يشرب فيه وجمعها أتوار انتهى الهامش ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبأت به زوايا الدار فرششته فصاحوا بي أحرقتنا نحن نتحول عنك وهو بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام الهامش أي لا تطلب ولا تظلم ولا تذل انتهى الهامش وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائل من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب الهامش سورة الصفات من الآية الأولى إلى الآية العاشرة انتهى الهامش فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة أنواع الذكر الرابعة والسبعون الذكر نوعان أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى وهذا أيضا نوعان أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك فأفضل هذا النوع أي أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه فهذا أفضل من مجرد سبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله وهذا في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رواه مسلم الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم الحديث التاسع والسبعون والثمانون ورواه أبو داود وابن ماجه انتهى الهامش وفي الترمدي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خلق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك الهامش ضعيف الترمذي في الدعوات باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوضه دبر كل صلاة الحديث الثامن والستون بعد الخمسمائة والثلاثة آلاف وأبو داود في الصلاة باب التسبيح بالحصع الحديث الخمسمائة بعد الألف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة وضعيف الجامع للشيخ الألباني الحديث الرابع والخمسون بعد المائة والألفين انتهى الهامش الخامسة والسبعون الثاني الهامش من وضع محقق انتهى الهامش الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وهو على كل شيء قدير وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو ذلك وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحديف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع حمد وثناء ومجد فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا وقد جمع الله تعالى لعباده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الهامش صحيح مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة الحديث الثامن والثلاثون كما رواه أصحاب السنن وأحمد انتهى الهامش السادسة والسبعون الآخر الهامش من وضع محقق وهو النوع الثاني من أصل نوعي الذكر انتهى الهامش الآخر من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه وهو أيضا نوعان أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وصخط كذا ورضي كذا والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه فذكر أمره ونهيه شيء وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة فهذا الذكر من الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر فهذه خمسة أنواع وهي تكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع ويزع عن التقصير في الطاعات الهامش وزع الإنسان وغيره يزعه وزع كفه ومنعه وحبسه وزجره ونهاه انتهى الهامش والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يجيب شيئا من هذه الآثار وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة انتهى الشرط السابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن قيم الجوزية وإلى هنا يقرأ الكتاب محمد بن عبد الرحمن السبيهين السابعة والسبعون الذكر افضل من الدعاء الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل اوصافه وآلائه واسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته فأين هذا من هذا ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين ولهذا كان المستحب في الدعاء ان يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأله حاجته كما في حديث فضالة ابن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء حاشية رواه التلمذي في الدعوات وابو داود في الصلاة وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصحيح الجامع للألباني انتهت الحاشية وهكذا دعاء ذنون عليه السلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله قربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي الترمذي دعوة أخي ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب له وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والتسليم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت لا إله إلا أنت أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وروا أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر وإنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى من الله فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبوديا وأنت ترى في المشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته فإذا قال له أنت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقول ذنون صلى الله عليه وسلم في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية التاسعة والسبعون قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراها وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة وكذلك التشهد وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الانشغال عنه بالقراءة وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه لكن لكل مقام مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقيت المصلحة المطلوبة منه وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع وإن كان كل من القراءة والذكر أفضلا وأعظم أجرا وهذا باب النافع لا يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي والله تعالى الموفق وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت التجمير والماء من الورد وكيه أنفع له في وقت وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار قال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دنسه ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريف والطلاق والخلع والعدد ونحوها بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص ولما كانت الصلاة مجتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية لسائر الأعضاء فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لألا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وثقهم في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو إلى تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإن كان تداركه والعود إليه وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته أصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت والله تعالى الموفق فصل في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها وفيه فصول الفصل الأول في ذكر طرفي النهار وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب وجمعه أصل وأصال وأصائل كأنه جمع أصيلة قال الشاعر لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران ثم صغروا الجمع فقالوا أصيلان ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا أصيلال قال الشاعر وقفت فيها أصيلالا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحدي وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فالإبكار أول النهار والعشي آخره وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة وفي الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر صديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقتلف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مطجعك قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقال حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار وفي سنة أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته وفي السنة وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم استرعوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال وكيع يعني الخسف وعن طلق بن حبيب قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال يا أبي الدرداء قد احترق بيتك فقال ما احترق لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الفصل الثاني في أذكار النوم في الصحيحين عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة فما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكان أحرص شيء على الخير فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء قال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أحدا يغفل قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة وفي الصحيحين عن أبي هو عيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده وإذا اتجع فليقل باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وألن لي بذكره وقد تقدم حديث علي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبح إذا أخذ مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا أربعا وثلاثين وقالا هو خير لكما من خادم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت حده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات قال الترملي حديث حسن وفي صحيح مسلم عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها وإن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حيناء يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عاد رمل عالج وإن كانت عاد أيام الدنيا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوبأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا الفصل الثالث في أذكار الانتباه من النوم روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته وفي الترمذي عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه حديث حسن وفي سنن أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والفكر روى الترمذي عن بريدة قال شكى خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون حديث حسن كان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها في الصحيحين عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله قال أبو قتادة كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكرهه فلا يحدث به وليتفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لا تضره وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبسق عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا فقال خيرا رأيتا وخيرا يكون وهو ضعيف وفي رواية خيرا تلقاه وشرا توقاه خيرا لنا وشرا على أعدائنا والحمد لله رب العالمين وهي رواية ضعيفة جدا الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل في السنن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيتا ووقيتا وهديت وثنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هديا وكفيا ووقي وفي مسند الإمام أحمد بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهو ضعيف وفي السنن الأربع عن أم سلمة قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال الترمذي حديث حسن صحيح الفصل السابع في أذكار دخول المنزل في صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله وهو حديث صحيح وفي الترمذي عن أنس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك قال الترمذي حديث حسن صحيح الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه في صحيح مسلم عن أبي خميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم إلى مسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم حديث صحيح الفصل التاسع في أذكار الأذان في الصحيحين عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الغداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنه فمن سأل لي وسيلة حلت له الشفاعة وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه وهو حديث صحيح وفي الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا فماذا نقول يا رسول الله قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتاني لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا وهو حديث صحيح وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي وهو ضعيف وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلن أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وهو ضعيف فهذه خمس سنن في الأذان إجابته وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسه ما شاء وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله ذنوبه حديث صحيح الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه حديث صحيح قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئتني شيء بعد وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفي صحيح مسلم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قامن الليل اللهم رب جبريل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى صراط مستقيم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان رب العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان رب الأعلى ثلاث مرات حديث صحيح وفيه حديث علي رضي الله عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي صحيح البخاري عن جفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا يا رسول الله قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة وعلى نيته وسرة حديث صحيح وقالت عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حديث صحيح روا مسلم هذه الأحاديث وفي سلم أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي حديث حسن الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر من الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب حديث ضعيف وفي سنن النسائي أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغناء وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مذرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا مهتدين حديث صحيح الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام وهو أدبار السجود في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفي السنن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان قال ولقد رأيت رطول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقولهما ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولهما وفي السنن عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة وفي النسائي الكبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت انتهى الشريط الثامن من كتاب الوابل الصيب وللكتاب بقية على الشريط التاسع الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط التاسع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الرابع عشر في ذكر التشهد في الصحيحين عن عبد الله لمسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلاوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي صحيح مسلم عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد التحيات الطيبات والصلاوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وروا أبو داود عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله والصلاوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حديث صحيح وروا أبو داود عن سمرة بن جندب أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا التحيات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم على قارئكم وعلى أنفسكم حديث ضعيف وذكر مالك في الموطأ أن عمر كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حديث صحيح فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأه وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد بن مسعود وذهب الشافعي إلى تشهد بن عباس وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه والكل كاف يجزئ الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد الساعبي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله كيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أهل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وذكر ابن ماجه في سنمه عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرونا لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما يغبطه به الأولون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وهو حديث ضعيف الفصل السادس عشر في الاستخارة في صحيح البخاري عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة بن آدم استخارة الله ومن سعادة بن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة بن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة بن آدم سخطه بما قضى الله حديث ضعيف وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره وقد قال سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال قتاده ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدو إلى أرشد أمرهم الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والحم في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حديث حسن وفيه أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم حديث ضعيف وفي سنم أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت حديث حسن وفي السنن أيضا عن أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا حديث حسن وفي رواية أنها تقال سبع مرات وهي ضعيفة وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس عليه السلام وفي مسند الإمام أحمد وصحيح بن حبان عن عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا حديث صحيح الفصل الثامن عشر في الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وفي بعض المسانيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب حديث ضعيف وذكر أبو عمر ابن عبد البر وهو يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر ابن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي محدث حافظ مؤرخ عارف بالرجال والأنساب فقيه نحوي ولد بقرطبة سنة 68 و300 وسكن بلنسية وشاطبة وتولى قضاء شنترين وتوفي في شاطبة سنة 63 و400 من تصانيفه الهامة الاستيعاب وتجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وجامع بيان العلم وفضله ذكر في التمهيد له حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا وهو ضعيف الفصل التاسع عشر في الذكر عند رقاء العدو ومن يخاف سلطانا وغيره في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وهو صحيح ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو اللهم أنت عضبي وأنت ناصري وبك أقاتل وهو صحيح وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين قال أنس فلقد رأيت الرجال تسرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها وهو ضعيف وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وهو ضعيف جدا وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم الفصل المتم العشرين في الأذكار التي تطرد الشيطان قد تقدم أن من قرع آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان وأن من قرع الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه أمن قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان يومه كله وقد قال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هنزه ونفخه ونفه وقال سبحانه وتعالى وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والأذان يطلد الشيطان كما تقدم وعن زيد بن أسلم أنه ولي معان فذكروا كثرة الجن فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا حديث صحيح ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن أعظم ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين وأولى الصافات وآخر الحشر الفصل الحادي والعشرون في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجردها قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة فإنه لا يرى فيه سوءا وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت وهو ضعيف وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال وهو صحيح الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب وهو ضعيف وقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا أيضا عنها رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع دريته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه حديث صحيح الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه في الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعلمي فقال ألا أعلمك كلمات علمني هن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك قال الترمذي حديث حسن الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرها في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب فجعل يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه الحديث وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيئة أو كانت قرحة به أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووبع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أب العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحادر وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله تعالى حديث صحيح وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ وهو ضعيف جدا الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر في صحيح مسلم عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وهو ضعيف الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل وهو صحيح فأطبقت عليهم السماء وعن عائشة شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدى حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدى بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره أقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطعت بإذن الله تعالى فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله حديث حسن وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت حديث حسن وقال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت الغيثة بمجاديح السماء التي يستنزلون بها المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الآية انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا الفصل السابع والعشرون في أذكار الريح إذا هاجت قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها واستعيدوا بالله من شرها رواه أبو داود وهو حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به حديث صحيح وفي سنة أبي داود عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن أمطرت قال اللهم صيبا هنيئا حديث صحيح الفصل الثامن والعشرون في الذكر عند الرعد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته حديث صحيح وعن كعب أنه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد وهو حديث مقطوع وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك حديث ضعيف الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحقيبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه الفصل الثلاثون في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس حديث صحيح الفصل الحادي والثلاثون في الذكر عند رؤية الهلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله حديث ضعيف وفي سنن أبي داود عن قتاده أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالله الذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا حديث ضعيف الفصل الثاني والثلاثون في الذكر للصائم وعند فطره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم حديث ضعيف رواه الترمذي وقد حسنه الترمذي وروا ابن ماجه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي حديث ضعيف ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت حديث ضعيف ومن وجه آخر اللهم لك صنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وهو ضعيف الفصل الثالث والثلاثون في أذكار السفر روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا حديث ضعيف وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد سفرا فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وهو ضعيف وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه حديث صحيح وقال سالم كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك حديث صحيح ومن وجه آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وذكر تمام الحديث قال الترملي حديث حسن صحيح وقال أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت قال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف فلما ول الرجل قال اللهم طوي له البعد وهو عليه السفر قال الترمذي حديث حسن الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده قال علي بن ربيعة شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت فقال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أهل السنن وصححه الترمذي وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون وفي وجه آخر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا ثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا حديث صحيح الفصل الخامس والثلاثون في لكر الرجوع من السفر قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو اعتمر يكبر على كل شرف ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبونا تائبونا عابدونا ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده رواه البخاري ومسلم الفصل السالس والثلاثون في الذكر على الدابة إذا استصعبت قال يولس بن عبيد ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت بإذن الله تعالى حديث مقطوع قال شيخنا وقد فعلنا ذلك فكان كذلك الفصل السابع والثلاثون في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلتت الدابة أحدكم بأرض انفلاه فلينادي يا عباد الله احبسوا فإن الله عز وجل فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه حديث ضعيف الفصل الثانين والثلاثون في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أظلن ورب الأراضين السبع وما أقلن ورب الشياطين وما أظلن ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها رواه نسائي وإسناده حسن الفصل التاسع والثلاثون في ذكر المنزل يريد نزوله قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود وهو ضعيف الفصل الأربعون في ذكر الطعام والشراب قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون سورة البقرة الآية الثانية والسبعون بعد المئة وقال عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه رواه أبو داود وهو ضعيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وقال أبو هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه متفق عليه وعن وحشي أن أناسا قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال ولعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه حديث حسن رواه أبو داود وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الترمذي حديث حسن وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين رواه أبو داود والترمذي وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت وهو ضعيف وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا الفصل الحادي والأربعون في ذكر الضيف إذا نزل بقوم عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبه هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عيمينه قال فقال أبي وأخذ بإجام دابته ادعو الله تعالى لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وبزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود وهو حديث صحيح وعن جابر قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه فادعوا له فذلك إثابته رواه أبو داود وهو حديث ضعيف الفصل الثاني والأربعون في السلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه أبو داود وهو حديث صحيح وقال عمر بن ياسر رضي الله عنهما ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار ذكره البخاري وقال عمران بن حسين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون قال الترمذي حديث حسن وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام قال الترمذي حديث حسن وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم حديث صحيح وقال أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم حديث صحيح وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليس الأولى بأحق من الآخرة حديث صحيح الفصل الثالث والأربعون في الذكر عند العطاس قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك الشيطان منه رواه البخاري وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري وفي لفظ أبي داود الحمد لله على كل حال وهو صحيح وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه حديث صحيح الفصل الرابع والأربعون في لكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة قال ابن المسعود أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية زيادة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فيأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك رواه أبو داود وهو حديث حسن وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا انتهى الشريط التاسع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب وللكتاب بقية على الشريط العاشر الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط العاشر من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد يذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما دنى ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بن تجحش أن تأتي فتقرأ عليها آية الكرسي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيتين وتعوذاها بالمعوذتين وقال أبو رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح ويذكر عن الحسين ابن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم رواه أبو داود وهو صحيح وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق حديث حسن وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أبي أسيد قريبا من ولادتهم وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم ذكره أبو داود وهو ضعيف وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة فغير اسم بره إلى زينب وغير اسم حزن إلى سهل وغير اسم عاصية فسماها جميلة وغير اسم أسرم إلى زرعة وثم حربا سلما وثم المتجع المنبعث وسما أرضا يقال لها عفرة خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبن الزنية سماهم بن الرشدة وهذه الأخبار كلها صحيحة الفصل السادس والأربعون في صياح الديكة والنهيق والنباح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون رواه أبو داود وهو حديث صحيح الفصل السابع والأربعون في الذكر يطفأ به الحريق يذكر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه وهو ضعيف الفصل الثامن والأربعون في كفارة المجلس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك قال الترمذي حديث صحيح وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له حديث صحيح وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة وعن ابن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مضار الدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا نبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال الترمذي حديث حسن الفصل التاسع والأربعون فيما يقال ويفعل عند الغضب قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فالسعث بالله إنه هو السميع العليم سورة فصلت الآية السادسة والثلاثون وقال سليمان بن سرد كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه متفق عليه وعن عطية بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضى رواه أبو داود وهو ضعيف وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إن كان قائما أن يجلس وإن كان جالسا أن يطجع حديث صحيح الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء عن أبي هريعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عاثاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء قال الترمذي حديث حسن الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ونحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة رواه الترمذي وعب ريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذا السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة وهو ضعيف الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله عن الهيثم ابن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فذكر محمدا فكأنما نشط من عقال وعن مجاهد رحمه الله قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال اذكر أحب الناس إليك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره ويذكر أنه موضوع الفصل الثالث والخمسون في الدابة إذا عثرت عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديث النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب حديث صحيح الفصل الرابع والخمسون في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعى له ماذا يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات فقال اقتسميها وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادمة تقول ما قالوا تقول قالوا بارك الله فيكم تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا حديث حسن وقد روى عنها في الصدقة مثل ذلك الفصل الخامس والخمسون في من أميط عنه أذن عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره وفي لفظ آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب وهو ضعيف وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عننا السوء منذ أسلمنا ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يداك خيرا وهو موقوف الفصل السادس والخمسون في رؤية باكورة الثمرة قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان رواه مسلم الفصل السابع والخمسون في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سورة الكهف الآية التاسعة والثلاثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين حديث صحيح ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق حديث صحيح ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهو ضعيف ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في من خاف أن يصيب شيئا بعينه قال اللهم بارك لنا فيه ولا تضره وهو ضعيف وقال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فما نزلتا فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما قال الترمذي حديث حسن ورواه ابن ماجه في سننه الفصل الثامن والخمسون قال بريدة قال برد أمرنا وقال صلى الله عليه وسلم رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع وأتينا من رطب بن طاب فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب حديث صحيح وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله منا رجال يطيرون قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم وهذه الأحاديث في الصحاح وعن عقبة بن عامر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو ضعيف الفصل التاسع والخمسون في الحمام يذكر عن أبي هريرة أنه قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار وهو ضعيف الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وزاد سعيد بن منصور بسم الله وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إن هذه الحشوشة محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث وهو صحيح وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل موقعه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وهو ضعيف وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه الإمام أحمد وأهل السنن وهو حديث حسن وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلائط قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهو ضعيف الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجثنة وقال توضأ ببسم الله حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه يا جابر نادب وضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء وفيه فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت ما يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث صحيح قال البخاري هذا أحسن شيء في هذا الباب وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي المسند عن أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث صحيح الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوبع فيبلغ أي فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهو حديث صحيح وفي بعض طرقجي ذكرها أبو داود والإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وذكر الحديث وهي رواية ضعيفة وفي لفظ للإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهي رواية ضعيفة وفي سنع النسائي عن أبي سعيد الخدري قال من توبأ ففرغ من وضوئه وقال سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة حديث صحيح هكذا رواه من قول أبي سعيد رضي الله عنه وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل وضوء فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الآئمة الأربعة وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث والستون في ذكر صلاة الجنازة في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت فحذظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار حديث صحيح وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده حديث صحيح وفي سنن أبي داود أيضا عن واثرة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهي فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم حديث صحيح وسأل مروان أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو ضعيف الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتفدق فكل من حلف بغير الله فقد أشرك حديث صحيح فهذا كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك حديث صحيح وكفارة الشرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل وكفارة هذه الكلمة بدد القمار وهو إخراج المال بحق مواضعه وهو الصدقة وقال نصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه حلفت باللات والعزة وكان العهد قريبا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قلته قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد حديث صحيح الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله وهو موضوع وذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال في إسناده ضعف وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحليله والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار وذكره محاس ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية والفرق بينهما ظاهر فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه فإن شاء خذها وإن شاء تصدق بها وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصور الشارع صلى الله عليه وسلم فإنه يغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به ولعله يهيج عداوته ولا يصف له أبدا وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن أن يجبه ويأمر به ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله تعالى أعلم الفصل السادس والستون فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينا أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين حديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به ذكر علي بن العيني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر ابن كثير ابن أفلح قال كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا قل اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضالة فقال يتوضأ ويسلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول اللهم راد الضالة هادي الضلال وتهدي من الضلال رد علي ضالتي بإزتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك قال البيهقي هذا موقوف وهو حسن وقد قيل إن من ضاع له شيء فقال يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي ردها الله تعالى عليه انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا الفصل الثامن والستون في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة روى الأعمش عن عطاء ابن السائب عن عبيه عن عبد الله بن عمر قال رأيت رفور الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه رواه أبو داود وهو حديث صحيح وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسينا الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات حديث حسن الفصل التاسع وستون في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن ثبت في صحيح مسلم عن ثمرة بن جنبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي وجه آخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي أثر آخر أفضل الكلام مصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده حديث صحيح وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الفصل السبعون في الذكر المضاعف في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة فقال ما زلت ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت هنا سبحان الله عاد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته وعن سعد بن أبي وقاصم أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به فقال أخبرك ما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الفصل الحادي والسبعون فيما يقال لمن حصل له وحشة روينا في معجن الطبراني عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال قل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت حديث ضعيف فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا عن أبي ندرة عن أبي سعيل الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه طميصا أو إزارا أو عنامة يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صني علىه وأعوذ بك من شره وشر ما صني علىه قال أبو نظرة أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تبلي ويخلف الله تعالى حديث صحيح ذكره البيهقي وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الفصل الثالث والسبعون فيما يقال عند رؤية الفجر روى بن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدى له الفجر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار حديث صحيح يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته هذا إسناد صحيح على شرط مسلم الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ناتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير سورة آل عمران الآية السادسة والخمسون بعد المئة فنهى سبحانه عباده أن يتشبه بالقائلين لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن يات واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان حديث حسن وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم وعن أوف ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجليني فقال المقضي عليه لما أدبر حسبنا الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل حديث ضعيف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء بما يضره ولا ينفعه وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمره من الأسباب قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول وإذا عجز وترك الأسباب وقالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقضتها حكمة الله عز وجل فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك حديث صحيح وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها فقال سعد رضي الله عنه لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم حديث حسن وفي مسند الإمام أحمد وسنع النسائي عن ابن عباس قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكرني ولا تمكر علي وانصرني على من بغى علي رب جعلني لك شكارا لك ذكارا لك رحابا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي وارسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي هذا حديث صحيح ورواه الترمذي وحسنه وصحها وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وبلع الدين وغلبة الرجال وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلث وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك وفي الترمذي عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال الترمذي صحيح وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة حديث صحيح وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وهو ضعيف وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل الله العفو والعافية فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت وهو ضعيف وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول اللهم إني أسألك الصبر قال سألت الله البلاء فسأل العافية ومر برجل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال وما تمام النعمة؟ قال سألت وأنا أرجو الخير قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة وهو ضعيف وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول الله اهدني وارزقني وعافني وارحمني وفي المسند عن بسر بن أرطاه عن بسر بن أرطاه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وهو ضعيف وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ألضوا بياذ الجلال والإكرام حديث صحيح أي الزموها وداوموا عليها وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء قالوا نعم يا رسول الله قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها دبر كل صلاة وفي صحيحه أيضا عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة هو رجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجبال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوسن رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وفي الترمذي أن حسين بن المنذر الخزاعي رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد إلها قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فمن تعبد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال أما لو أسلمت لعلمت كلمتين تنفعانك فلما أسلم قال يا رسول الله أعلمني الكلمتين قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وهو ضعيف وصححه الحاكم في صحيحه اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما تعمت وما علمت وما جهلت وإسناده على شرط الصحيحين وفي صحيح الحاكم عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنهما قال قال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمنيه قلت ما هو قال كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه قال لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدع الله بذلك لقضاه الله عنه اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وفي إسناده ضعف وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سأل محمد ربه اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق البوازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطحر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين صححه الحاكم وفي صحيحه أيضا من حديث معاذ قال عطى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس ثم خرج فصلى بنا فخفف ثم أقبل علينا بوجهه فقال على مكانكم أخبركم ما بطأني عنكم اليوم إني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله ثم ملكتني عيني فنمت فرأيت ربي تبارك وتعالى فألهمني أن قلت اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك منها غير مفتون اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموهن ودرسوهن فإنه حق وهو ضعيف ورواه الترملي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخر وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم متعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير وفيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وفيه أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا حديث صحيح وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير فقال له إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حثم الخلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا وهو ضعيف وفيه أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك من كل شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وأعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم بععد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة أودز فيها فقيل له في ذلك قال لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا اللهم وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وهو ضعيف وفيه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا اللهم إني أسألك من خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك حديث حسن وعن النواس بن سمعان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعيني من أصابع الرحمن إن شاء قامه وإن شاء زاغه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عمر أنه لم يكن يجلس مجلسا كان عنده أحد أو لم يكن إلا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا وبارك لي في سمعي وبصري واجعلهم الوارث مني اللهم اجعل ناري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني فسئل عنه ابن عمر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ملأ سماواته وملأ عرضه وملأ ما بينهما وملأ ما شاء من شيء بعد حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يثنى عدد ما حمده الحامدون وما غفل عن ذكره الغافلون وصل الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان منادية وإلى الصراط المستقيم هادية وإلى جنات النعيم داعية وبكل المعروف آمرا وعن كل منكر ناهية فأحيى به القلوب بعد مماتها وأنارها بعد ظلماتها وألف بينها بعد شتاتها فدع الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له وسارت دعوته سيرة الشمس في الأقطار وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله تعالى ودعا إليه وسلم تسليما تم بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات انتهى كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإيمان شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية حققه وعلق عليه محمد علي أبو العباس الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض قرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين وهكذا ينتهي الشريط العاشر والأخير من هذا الكتاب مع تحياتنا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر